بيبدأ المسلسل ببنت وعى على الأرض مصابة صابة خطيرة محد السعيدة وللأسف ماتت ولم روحها خرجت من جسمها دخلت بوابة الجحيم لقيت نفسها قدام حكمة العالم الآخر وهناك بتشوف قضية شيطانية مهم متى انها تحكم على البشر المجرمين وتبعتهم على الجحيم كانت بتحول تقولها أنا بريئة ما عملتش حاجة جيت هنا بالغلط لكن الشيطانة مش بتصدقها بتقولها والله العزمة بكدب أنا جاي هنا أصلا بالغلط أنا ما عملتش ولا جريمة في حياتي القضية بتقولها انت كدابة ولو صدقها ما كانش زمانك هنا وبتخلي المساعد بتاحها يمسكها وبتبدأ تنفذ الحكم بترمع عليها تعويزة بتبعت روحها للجحيم وفجأة بيظهر شخص غريب عنده درعات كتيرة شبه العنكبوت وبنعرف ان هو رئيس المحكمة بيبقى متضايق من اللي حصل بيلوم القضية وبقولها ان كانت بريئة ودخلت هنا فعلا بالغلط بترد عليه ببرود بتقوله عمل ايه مهمة تنفذ الحكم وبس ما ليش دعوة هي جات غلط ولا لا دا زمبوك ومينتو بتعصب الرئيس من كلامها وبتكرر يعقبها وبيحكم عليها انها تستحوز على جسم كانر وتروح لعلم البشر لمدة سنة خلال المدة دي لازم تقبضي على عشر مجرمين وتبعاتي روحهم للجحيم ولو فشلت في مهمتك هخلص عليك بيتحك مساعد القضية وبيبقى فرحان فيها لكن الرئيس بيعرف ان هو كمان هيروح معاها بقوله مين انا بيطعنها بواحدة من درعاته وكان هيخلص عليها الاوضاية بيتخافه بتقوله اياه عليك ده انا كنت بهزر والله نزلني بس يا باشا وانا بطاطة تحت رجليك هنفس كلامك ولما بيسيبها بتضطر تسمع كلامه وبتروح عند الجسم بتاع كانغ بتحط ايديها على راسها وبتشوف اخر لحظات حياتها بتعرف انها كنت بتهرب من مجرم بيجري وراها لكنه للاسف مساكها وخلص عليها وبتكرر تنتقم منه بعدها بتقرب منها بترمي تعوزة الولا زعبولة لقولها راح فين مع الولا حنبولة وبتنجح انها تستحوز على جسمها وبتاخد بقى شكلها بينا عرف بقى انها بقت قضية برضو في عالم البشر علشان توبض على المجرمين وتقدر تبعتهم للجحيم ودي كانت الشغلان الاساسية برضو لبنتنا قبل ما تموت صاحبتنا بتقولوا الدنيا دي صغيرة كنت قضية في الجحيم وبقيت قضية في الدنيا بتبدأ المحكمة علشان عندها قضية جديدة وبيبقى المتهم الزابط اسمه يونج لانه متهم ان هو ضرب مواطن بريق بيقوله فين المحام بتاعك بيقوله انا ما بجيبش معايا محامي انا عارف كويس القانون وانا اصلا بريق وما عملتش حاجة بيبدأ يحكي له بيقوله انا كان عندي مهم ان انا نقبض على شاب ومنحرف حاول يتحمرش ببنت في الشارع في ضل تاجر وراه لحد لما انجحت ان انا مسكه لكن حاول يهجم عليه بسلاح فاضطررت ادفع عن نفس روح تضربه برجلية علشان اطير السلاح من ايديه ابط عليه وبسبب كده اتصفي دراعه وسواء خفيف لكن بعدها امه خرجته من الاسم اللي انه ستة غنية دفعت له كفالة وقررت انها ترفع عليه انا قضية ينفع بتقوله لا ما ينفعش بيه خلاص كلامه وبتبقى كان غي متعطفة معاه بتسأل المداء العام الاصابة اللي اتعرض لها الشاب بيقولها دي اصابة خطيرة جدا تخيالي انه مش قادر يلعب بابجي بسبب التعورة اللي في ايديه كان غي بتتريع على كلامه وبتقوله يا حرام ده كان المفروض ايده تتقطع بدلا ما يقرفنا بالقضية بتاحته المداء بيتعصب من كلامها بقولها احترم المحكمة شوية لكنها بتقول لوسكو توا انا ما قلتلكش مشان عرفت ان ام الشاب دي كانت زميلتك في الكلية يعني من الاخر كده عايز توجب معاها في ابنها اه توجب ممكن يعني تشقطها تتجوزها بمنها غنية المداء بيحس بالاهراج وبيحط لسانه بوقه وبتكرر كانت تحكم بالبراءة للشاب يونج وبتقوله راح يابني كمل شغلك واللي بصلك قسر عدم وشه بتسيب المحكمة وبتخرج بتلاقي مجموعة اطفال بينادوا عليها وواحدة منهم بتقولها انها عايزة تبقى قاضية زيها لكن كانها ما بتعرفش تجدب بتقولها بصي انا يا بنتي مش قاضية انا شيطانة من الجحيم مش قاضية حقيقية لكنها طبعا مش بيصدقوها بيفتكورها بتهزر معاهم علشان ما فيش شيطانة بالحلاوة والطعامة وللجمال ده كل بتقولهم يا جماعة هو انت معكم حق انا حلوة وزي الامر ومتوضع شويتين فالاطفال بيشورولها على تمثال موجود في المحكمة بيسألوا عن الميزان اللي مسكوا في ايده اسمه ايه بتقولهم كان غنوا ميزان العدل وبتعرفهم ان العالم ده ما فيهوش عدل بدليل ان فيه ناس شريرة عايشين حياة احسن من الناس الطيبة لكن العدل اللي بجد موجود في العالم الاخر والاشرار فيه بيتعاجبه وبيبقى مكانهم الجحيم يلا يولا قولوا ورايا العدلاء ماتت وسط رجول الداست وبيفضل الاطفال يغنوا وراها بصوت عالي قدام كل الناس المعلمة بتسكتهم وبتقولهم لا يولا ما نفعش نقول الكلام ده بعدها بتسيبهم وبتخرج لكن يونج بيناد عليها وبيشكر على اللي عملته معاها ونها ساعدته في القضية وبتدلها الكرت بتاعه علشان لو احتاجت اي حاجة اتكلمه لكنها بتقرأ الكلام اللي مكتوب عليه وبتمشي بعدها بتروح لكنيسة وهناك بتشوف بنت بتصلي وهي بتعيد بتقولها كانغ انا اللي مسك القضية بتحتك البنت بتتوتر وبترفض انها تتكلم معاها بتعرف انها راحت الاسم وقررت تتنزل عن القضية بس كانغة بتفضل تسخنها بتقولها ازاي تتنزلي بعد ما جوزك ضربك او اللي كان هيبقى جوزك ده كمان ما كانش جوزك يعني انت متخيلة كل ده وعمل فيك كده لا لا مستحيل مسح بكرامتك الارض البنت بتتدهيق من كلامها بتسيبها وبتمشي لكن كانغة بتروح وراها بتفضل تزن عليها علشان تكمل في القضية لحد لما البنت بتزى بتضطر تتصل بالشرطة وبطلبوا من كانغة توريها ازبات شخصية بترد عليهم وهي واسكة من نفسها بتقولهم ان انا قضية لكنها بتتفاجئ انها نسط البطاعة في البيت ومن حظان نحس بقى الحاجات اللي في شنطتها بتوع وبيبدأوا يقولوا عليها انها مجنونة بيقرروا ياخدوها معاهم للاسم وهناك بتقابل صاحبنا يونج تاني بتاع الصبح فاكرين بيستغرب لما بيشوفها بيضطر يحقق معاها لكنها بتقولوا عيب عليك ده اللي بنا اكبر من كده زميله بتفاجئوا من كلامها بفضلوا بصين عليهم بيستغرب هو يا طرق اللي بينهم يونج بيتوتر وبيغير الموضوع بيسأل انت ليه كنت ماشي ورا البنت في الشارع عايزة منها ايه بتقولوا انا القضية المسؤولة عن قضيتها كنت اوزها تكمل فيها علشان ارجع لها حقا من جوزها لكنها عايزة تتنازل وبيعجب يونج انها عايزة تحقق العدالة بيخرجها من الاسم وبيطلب منها تستمر في القضية ثاني يوم بيجي معادل محكمة وبيحضر اهل البنت وبيبقوا مصممين ان الجوزها لازم يتعاطي وبيبدأ المدهال عام يتكلم وبيقول ان الشاب ده اهتدع للبنت وضربها واددها انه يخلص عليها لو سابته وده لانه كان مرتبط بيها لكن محامي الشاب ده بيقول له عندك لو سمحت ابننا ضربها اه واتدع لها اه لكن هي هددها لا فبتبدأ تتعرض صور للبنت وهي مضروبة الكل بيتعاطف معها حتى كان غا بتسأل ليه الراجل ده عمل فاكدة بيبدأ يمثل ان هو ندمان بيقولها ده مشاكل بسيطة بتحصل بين اي اتنين مرتبطين او هيتجوزوا انا كنت متعصب شويتين وبيفضل يعيط وبيتذر له وبيعاد ان هو مش يقامل كده تاني لانه بيحبها لكن كان غا بتبقى عارف ان هو بيمثل بتكرر تأجل القضية لحد البنت ما تيجي تشهد بنفسها وبعد المحكمة بيروح الشاب ده عند اهل البنت بيوطع علشان يتذر لهم لكن بيتحك لهم دحكة خبيثة يونج بيبقى واقف وبيشوف اللي بيحصل بيعرف ان كل ده تمثيل علشان ياخد براءة بعدها بنتنا كان غا بتروح للمكتب بتاحها بيروح لها المساعد بتاعها في الشكل الجديد وبيتكلم معها بيفكرها بالمهمة بتاعتهم وانها لازم تتخلص من عشر اشخاص والاشخاص دول لازم يبقوا مجرمين وقتها بقى هنرجع للعالم بتاعنا تاني او احنا نتخلص من مجرم قتل عشر اشخاص وقتها الحق اتطارجت مرة واحدة ايه رأيك بتقول له فكرة جميلة طب انت تعرف الشخص ده فين بقول له لا للأسف هجيبه منين يعني بتتعصب وبتطرده من مكتبها بتقول له بعد كده بقى تعالى كلمني بفكرة عندك تفاصيل عنها بعدها يونج بيتصل بيها بيطلو بيتكلم معها بخصوص القضية بتروح تقابله وهناك بيحكالها على اللي شافه بيعرف ان المتهم لو خد بوراقه هيخلص على البنت بتقول له بجد هو ده اللي انا عوزها بيستارب من كلامها بيقولها وإيه اللي انت عوزها بتقول له قصد يعني احبسه وبتطلب منه ويقعادها مع اهل البنت شاهدت ضده بيعياته وبطلبه منها تسجنه لانه لو خرج هيطارد بنتهم بتفرح كانغ بكلامها لكنها مش بتبين بتستأذن منهم وبتروح الحمام وهناك بتخلي عينها تدمع كده قد دمعتها مسيح علشان تبين انها متعاطفة معهم وبتعيط بتخرج وبتمثل انهاز علانة على بنتهم بتشكرها الامة على مشاعرها اللي هي مش موجودة كانغ بتطمنها بتوعدها انها تتصرف وبتقول لها استنوا بس عليها قد انها تدي له حكم يجلطوا داني يوم بيجي معادل محكمة وسعبنا بياخد براء الكل بتفاجئ من اللي حصل حتى المتهم بنفسه مش مصدق وبيفضل يشكرها بتبقى عملت كده علشان تخليه طرد البنت ويخلص عليها وساعتها يتحاول لمجرم وتبعاته للجحيم اللي هم بتنهار لان بنتها حياتها في خطر بيشوف يونج اللي بيحصل وبيروح يتكلم مع البطلة بيرومها بيسأل ليه عملت كده انت متأكدا المتهمة يحاول يطرد البنت ويخلص منها بترد عليه بكل برود بتقوله يا ابن انا بفهم في القنون اكتر منك بتسيبه بتركب عربيتها بتفاجئ يونج وبيعرف انه كان مخدوع فيها بيروح يستنى المتهم هو خارج بيعرف انه هيرقبه وبيحذره لو حاول يقرب من البنت او يعمل لها اي حاجة مش هرحمه بيروح مع اهل البنت يزورها لكنها بتبقى منهارة وخايفة ما بترضاش تفتح لهم وتفضل تعيق في خطر تدوس على الزرار وانا هجيلك ولما بيمشو بتخرج البنت تاخد الحاجة من على الباب وبتفضل تاكل وهي بطايت لانها خايفة من جزها بتمر الايام وبتفضل كان غا مستنى المتهم ينفس خطته لحد لما بتزهق وبتكرر تشوفه بيعمل ايه بتكتب اسمه على مرأة وبتشوفه هو بيشتري سلاحه وبتعرف ان هو ناوي يروح للبنت النهاردة في الوقت ده بتتصل البنت بابوها وبتعرف انها قررت تنيش معاه وبتطلب منه ويجي اخدها بالليل بتفضل مستنيها على اساس ان هو جاي بير ان جرس البيت وبتفكره هو لكنها بتسمع صوت حد تاني وبتسأله مين بلها انا المساعد بتعظبت يونج جايبلك حاجة منه لكنها بتشك فيه وبتطلب منه ويسابها قدام الباب ولما بتحس ان هو مشى بتروح تفتح لكنها بتتفاجئ انه جزها واقف بره وبالله وحشتيني بيزق الباب وبيدخل عليها بتحول البنت الدوس على زرار الساعة لكن جزها بياخدها منها وبيكسرها مهوس وبيفتكرها بتخونوا مع يونج بيوقح على الارض وبيفضل يضرب فيها لحد لما بيقصر عدمه والشاه بيهددها تقطع على كتب أهلها وترجع له وانها هيخلص عليهم وما كمان بيسابة وبيمشوها بياتحك بتحس البنت باليأس خلاص وبتعلق حبل في السقف بتكرر تطير علشان ترتاح بعدها بنشوف الشاب بماشي في الشارع فرحان فاكر انه محدش هيعجبه على اللي عمله بس بيتفاجئ ان كان غير مستنياء بيسأل عايزة منه ايه لكنها بتطلق منه يقرب وهي هتقوله فجأة بتغير لون عينيها بيظهر خنجر كده سحر ورا دهرها وبتتحول لشيطانه لكن فجأة يونج بيوصل للمكان في الوقت المناسب بيشوفهم وبتضطر ترجع لشكلها الطبيعي وبيبقى متعصب وبيهجم على المتهم بيبقى عاوز يضربه علشان يندمه على اللي عمله لانه موجود حاليا في الشارع اللي البنت عايشة فيه لكن كانها يبتمنعه بتمسك ايده وبتفاجئ من قوتها مش قادر يعمل معها حاجة بتوصل الشرطة وبتوبض على المتهم وبيقرر يونج ياخد البطلة مع الشقة البنت علشان يحسسها بالزنب وهناك بيقولها شوفتي هادي كانت النتيجة لحكمك النهاردة بترد عليه ببرود وبتقول له لا مش شايفة نظر ضعي بتعصب منه وبيلا طب ايه رأيك بقى ان المرضيات هتأكد ان المتهم هيدخل السجن وبيسابع وبيمشي بروح للإسم علشان يحقق مع المتهم وبيعرف انه بعد ما مشها من شاقتها البنت حاول تطير بيتفاجئ من كلامه بيسأله اذا كانت ماتت ولا لا لكن يونج بيقوله انه على الحقها ما تخافش لسه عايشها بيقول له طمنطيني مش هقدر عايش من غيرها ده انا يدوب بس هزارت معا شوات زار خفيف ده انا مهما كان حبيبها يعني وزا ما بيقوله ضرب الحبيب زي اكل الزبيب يونج بيتعصب من كلامه لكنه بيضطر يفرج عنه لحد لما يطلع اذن بعتقاله بيوصله لحد البيت بتاعه بيقوله بص انا هفضل وافلك هنا تحت البيت طول اليوم وريني هتخرج منه وتروح فين وازاي كل ده كان غير بترابهم من بعيد وبتحس ان يونج واقف لها عايزة تتخلص منه بأي طريقة علشان هي تروح تخلص على المتهم تاني يوم بتروح تقابل المساعد بتاعها بيسأل عن اللي حصل ولو نجحت انها تتخلص من المجرم بتعرفوا ان يونج واقف في طريقه مش عارف تعمل حاجة بسببه نروح احنا اليونج تاني اللي بتفاجئ ان مذكرة اعتقال المتهم اترافضت وده معناه انهم مش يقدر يقبض عليه بتطرير يروح عند البنت علشان يحميها وبنعرف ان الكالغة هي اللي عملت كده بتفضل تضحك وبيبقى بيان انها بتخطط لحاجة في الوقت ده بيروح المتهم عند البنت علشان يخلص عليها لكن فجأة بيجيلوا مكالمة وبيمشي من عندها تاني يوم بتبقى البنت قاعدة مع اهلها بيرن جرس البيت وبتفكروا ان هو جزها بتخاف وبتفضل تعيط لكن ابقى بيطمن ان هو يحميها حتى لو هيضحي بحياته بيطلب منها هي تستخبف قضتها بيمسك سلاح علشان يدفع بي عن نفسه بيروح يفتح الباب واول لما بيشوفه وبيهجم عليه لكن بيتضح ان هو يونج والحسن الحظ بيقدر يتفادى الضربة في الوقت المناسب وبيهديه وبيدخل يتكلم مع البنت وبيطمن ان هو هيفضل معها مش هيخلي جزها يقرب منها تاني مهما حصل حتى لو هيضحي وكمان بحياته لكن فجأة بيجيلوا مكالمة وبيعرف ان الراجل ده مات اصلا بيتفاجئ ومش مصدق لسمه بنرجع احنا في لاشبق بنعرف ان حصل انبرة حاجة مهمة وان المكالمة اللي جات لجزها كانت من البنت المفروض او صوتها طلبت منه يقبلها في مكان مهجور وفعلا بيروح زي العبيته وبيبقى فاكر ان هو هيلاقيها لكن اللي بتظهر له بتبقى كان بتقف قدامه وبنعرف ان هي اللي كلمته والمساعد بتاعها يولى قلد الصوت طوزيل عبيت ويعف الفخ بتقوله جي وقت محاكمتك علشان تدفع تمن جريمتك بيخاف المتهم وبيحاول يهرب منها لكنها بتهرب وراء وبتستخدم كوتها بتغير شكلها وبتخليه شوفها انها امراته علشان تنتقم منه بتكرر تعمل فيه نفس اللي كان بيعمله في امراته بيقوله ان هو شابعين لكنها بتديله بالقلم بتكبره ويعوده بتحطوله الاكل في بقغز بين عنه بتخليه ياكل بعدها بتحضنه بتقوله انا اسفا مش اصدق حاجة انا بحبك وانت عارق مش هعمل كده تاني مش هعمل كده وبتاخضع علشان تحتفل باب بعد ميلاده ما بيقدرش يستحمل بيطلو منها تنفصل عنه لانه ما بقاش يحبها طبعا بتتعصب وبتديله بالقلم تاني بتقوله لو جبت سيرة الانفصال هخلص عليك بيهجم عليها وبيحاولي دفع عن نفسه لكنها بتبقى اقوى منه بتقع على الارض وبتفضل تضرب فيه لحد لما بتقصر عدم وشه بتقوله دلوقتي جربت احساس انك تبقى ضعيف ومظلوم وبتجب عصاب تنزل بيه عليه وبينهار وبيدخل يستخب بتسل بالشرطة علشان يساعدوه وينكوزو منها لكنها مش بتسيب وبتفضل تخبط على الباب بتقوله بحبك اخر مرة انا مش عايز ايه حاجة في الدنيا غيرك انت عارف انا بحبك قد ايه بتخرجه من القضى بالكوة زي ما كان بيعمل بالزبط بيفضل يعيط وبيترجع تنفصل عنه بترفض بتقوله انا بحبك ما قدرش اعيش من غيرك مفيش حاجة تفرق بنا غير الموت بتفضل تتردق بتطلع له في كل حتة لحد لما بينهار وبيكرر يطير علشان يخلص منه ويرتاح ولما بيعمل كده بيفوق من الوهم اللي كان عايش فيه وبيلاك كان وقفه قدامه وهي بتدحك بتعرف بنفسها وانها شيطانة وان كل ده ما يجيش حاجة جنب اللي هتشوفه في الجحيم اللهم اجرنا من نار جهنم بيترعب من كلامها وبيرقع على الارض بيعايت وبيطلب منها تسامح وتدله فرصة تانية وفجأة بيهجم عليها من ظهرها بيزنقها في الحيطة وبيفضل يخنوا فيها ان يخلص عليها مفكر ان هو هيقدر العيل الغلبان لكنه بتفاجئ انها بتدحك بتستخدم قوتها بترفعه في الجو بايده واحده وبترمع على الارض بتقرب منه بتدوس على قدية ورجليه وبتكسرهم بتفضل تعذف فيه نفسيا وجسديا بعدها بتطلب منه اعترف بجرايمه وهو ما بيصدق بيعترف بيقول لها غلطان واستهل الاقاب وما يعرفش ان هو دي الوقت قلب لسانه مفتاح الافل كانغ بتفرح بتستغل الفرصة بتستخدم هنا قوتها وبتضربه بالخنجر السحري وبتبعته للجحيم وبتسيب اثر على وشه باسمه جهنم بنرجع للحاضر بيروح يونج علشان يفحص الجسة بيستقرب من طريقة موته وبيتقرر يحقق في القضية بنفسه ولما بيرجع للإسم بيشوف كلمة الجحيم محفورة على راس الضحية وبيبدأ يشك في الموضوع في الوقت ده بتبقى كانغ فرحانة انها نجحت في اول مهمة بتروح تعمل شوبينج با وهي مبسوطة ولما بترجع لمكتبها بيروح المساعد بتاعها يتكلم معها وبكترع عليها تحاول تستفيد من يونج لانه ظابط بينصح هتقرب منه علشان تستغله وتعرف اماكن مجرمين تخلص عليهم ويرجعوا للعالم بتاعهم بتقوله يونج مش بيطقني ومستحيلط له بالمساعدة منه وكله إلا قرمتي بالليل بتكرر ترمي كرامتها في الزبالة وبتروح تستنى يونج عند البيت بتاعه بتوقف قدام عربياته وبتفاجئ لما بيشوفها بيسأل عرفة مكانه منين بتقوله مفيش رحت الاسم وفهمت زمالك ان احنا اصحاب وخدت منهم العنوان جابة معها عصير لمون وبتطلب منه يقعد يشرب معها لكنه بيرفض وبيكرر يسيبها وبيمشي طبعا بنتنا مش عندها دم بتقوله ولا يهمك انا اصلا بحترم الخصوصية وما بحبش اضغط على الناس بس انت حر ما تزعلش مني بقى لما جيلك بكرة المكتب وافضحك ودام زمالك كله من انت حبيبي يونج بيخاف من كلامها وبالطلع يقعد معاها وبتفضل تجرجره في الكلام علشان تعرف منه اسماء المجرمين لكن بيرفض وبيعرف انه مستحيل يطلع اسرار الشغل برا الشغل بتقوله تبشرب بشرب كمان لسه شكل مفعول ما بدأش وفعلا بتنجح خطتها بيبدأ يونجي هلويس بتستغل الفرصة بتسأل عن اسمه مجرم الشرطة ما قبضتش عليه لحد دلوقتي بيقولها يونج انا مجرم على فكرة لازم اتعاقب بتفتكره بيهزر وبتطلب منه يتكلم بجد بيقولها دي الحقيقة انا السبب في موت ثلاث اشخاص لما كنت صغية كان غي بتتفاجئ من كلامه بتفرح نوع طرف بجرمته وبتقرب منه بتقوله انها شيطانة بتستغل الفرصة وبتستخدم قوتها بتكرر انها تضحي بيه وبالخنجر السحري تخلص عليه وبيقع على الارض وبيتقلم وبتفضل كان غي بص عليه بتضحك ومستنيها يموت وبتقرب منه علشان تبعاته على الجحيم لكن فجأة بيظهر رئيسها في الوقت المناسب بيقولها انت بتعملي ايه انت فاكرة الجحيم ده زريبة تبعاتي فيه اي حد على مزاجك بيعرفها ان يونجي بريء ومعملش اي جريمة علشان كده هيعالجه وينقص حياته وبيقرر يعقبها وبيقولها ان مطلوب منك دلوقتي تبعاتي عشرين يعني معادش مطلوب منك عشرة زي الاول وبتتفاجئ كانغ وبتقولها وانا عارفة لايه عشرة لما تطلب مني عشرين كده يا ظالم لكن بيقرب منه وبيهددها تنفذ اوامره وإلا هيخلص عليها وبيسيبها وبيختفي بعدها يونجي بيفوق وبيلاقي جروحه اختفت وبيفتكر اللي حصل وما بيبقاش مصدق اللي شافه وبياخد كانغ وبيروح للإسم وهناك بيقولهم انها درابطوا بالخنجر وحاولت انها تخلص عليه لكن طبعا كلهم بيفتكروا بهالويس ومش فوعي ومحدش بيصدق ان البطلة الكيوتا ممكن تعمل كده وبتبقى كانغ قاعدة متقمصة دور على الآخر وعمل نفسها غلبانة وبريئة بنت الناس وهو الشاب القاسي المفتري اللي بيدوس عليها وبيروح زميله ويفوكلها الكلبشات وبيعتزر لها عن اللي يونجا عمله وبطلقوا منها انها تسمحوا وبتقبل كانغ اللي هتزور بتروح تستفزي يونج وبتقوله يا ريت بقى تخف شرب شوية علشان صحتك يا يونجا مش يا حبيب كل دا ويونجا واقف بتجنن انا متأكد من اللي شفته لكن محدش مصدقه علشان ما فيش دليل معها حتى ما كان الجرح مش موجود بعدها كانغ بتروح تتغدى مع المساعد بتاعها وبتحكيله اللي حصل وبتعرفه انه بقى مطلوب منهم يبعته عشرين بتفاجئ من كلامها وكان نفسه يقول لها كان يوم اسود يوم معرفتك او بيت المساعد بتاعت لكن بيخاف تأمل منه بطاطس محمرة وبتطر يسكت وبقول لها فداكة احلى قضية عشرة زي عشرين كله يهون علشان خطر العيون يا ربنا يخدي في الوقت دا بيروح يونجل الدكتورة وبيحكي له انه مات ورجع تاني للحياة لكنها بتفتكره مجنون وبتقوله ابعت غطة كويس وانتنايم بتطرده من العيادة بيخرج من عنده هو حسس بالإحباط علشان ما فيش حد مصدقه لكن بتفاجئ انه كان غي مستنياه بتاخده علشان تتكلم معه بتاعترف له انها شيطانة من الجحيم وان كل اللي شافه حقيقة لكنه مش بيصدقه وبيفتكرها بتضحك عليه وبتضطر كان غي يطوري له الشكلها الحقيقي وبيخاف يونجل لما بيشوف معاه الخنجر السحري بتوعف البحر وبتنجح الام انها تخرج من سقف العربية بتنقذ ابنها وبتفضل تقوم لحد لما بتوصل للشاطر بترجع تاني علشان تساعد جزها لكن للأسف العربية بتكون غريقت وهنا بيموت قدامينيها تاني يوم بتعمل جنازة الجزاء بتوصل حماتها لكنها بدل ما تطمن عليها بتتخنيق معاها بتفضل تضربها وبتتعمل ناس سبب في موت ابنها وبتاخد الطفل من اغزبن عنها الأمة بتضطر ترفع قضية علشان ترجع ابنها تاني لحضانيتها وبتبقى كانها هي القضية المسؤولة لكن حماتها ولا بيهمها حد ولا قضية ولا جز بنتها ولا بنتها وبتفضل تزعف المحكمة وبتشتم كل اللي موجودية وبتضطر كانت تخرجها برا علشان تشوف شغلها لكن الحمات بتمسك الست من شعرها بتفضل تضربها بتقول انت السبب في موت ابني علشان تاخد فلوس التأمين زي ما عملت في جوزك القديمة مجرمة كانت يا بتسمع كلمة مجرمة بتفرح وحينها بتلمع بتحس ان الفرصة جات لحد عندها وبتأجل المحاكمة بتروح لمكتبة وهي فرحانة وبتكتب اسم مرات الراجل اللي مات على المراية بتبدأ ترقبها بيحاول المساد بتاعها يقول لان الست شكلها بريئة ومش مجرمة اللي كانت ما بتقتناش بكلامه وبتقول له انت ايش عرفك ما أنا قدامك هوت شكل كيوتة وامورة لكن في الحياة شيطانة وبتسيبه وبتقرر تروح تقابل الست في مكان شغلها وبنعرف انها بتشتغل مدرسة بتتمشى معها في المدرسة وبتسألها عن تفاصيل حياتها وفجأة الكرة بتروح عند البطلة وبتطلب الاطفال منها انها ترجحها وبتقرر كانغة انها تشوتها من بعيد لكنها بتطيرها في الجو وبتدخلها جون بنت اللعيبة الكل بنبير من اللي حصل وبتخفي الست منها بتعرف انها مش بنت عادية وبتهكيلها كل حاجة بتعرف ان الطفل مش ابنها كان طالب عندها لكنها حبت ابوه وتجوزته وبتتفاجئ كانغة من كلامها وبتسألها ليه متمسكة بالطفل قوي بتولها الست انها ماتي سابت جوزي وهو صغير ورجع تاني بعد 30 سنة علشان تاخد منه فلوس وانها اكيد عايزة الطفل علشان تاخد فلوس التأمين وبتعايت وبتترجع الساعات هترجع الطفل منها بتمسل كانغة انها متأثرة بتبدأ تعايت بتموى التمسيح ملحوظة التمسيح ما بتعايتش بيروح وراها برضو وبيركب معاها بيصمم انه هي سعادة في القضية وبيبقى جمع معلومات عنها وبيعرف ان امرأة الرجل اللي مات وورثت فلوس كتير من جوزة بس مش جوزة ده جوزة الاولاني وانا شاكك فيها لكنها ما بتقتناش بكلامه بتقول له احسن لك خليك في حالك وتبقى فاكرا انه خاف وهيبعت عنها خلاص تاني يوم بتكرر بقى تروح تتكلم مع الجدة بخصوص القضية لكنها بتتفاجئ ان يونجي مستنى تحت البيت وباللغة اخرت لي انا مستنيك من باتر وبتعرف ان هو شخص عنيد ومش هتقدر تتخلص منه وبتضطر تاخده معاها يمكن تحتاجه في الطريق بقى بيبقى يونجي لسه شاكك انها شيطانة وبطلب منها تثبت له كلامها تاني اللي المرة التانية بس بتوافق البطلة بتستخدم كوطها وبتقرب منه بتغير لونينيها وكانتها تقلب العربية بيخفي يونجي وبتأكد فعلا انها مش طبيعية وبعدها بيكملوا طريقهم وبيوصلوا البيت الجدة وبطلبوا يتكلموا معاها بتسألك انا ليه متأكدة ان مرات ابنك هي اللي خلصت عليه واذا كان معاك دليل على كلامك بتحكيلها لجدة ان يوم الجنازة شفت مرات ابن بتتكلم مع شاب وبين كده عليهم ان في حاجة بينهم مش بس كده تاني يوم لما روحت تطمن على حفيدي ليه تقعد لوحده والبيت متبهد وعرفت منه انها متعودة تخرج وتسيبه ومش بتهتم بيه وقرر تاخده معاها علشان اعطينا نبيه ولما بتخلص كلامها بتقول لها انا متأكدة ان هي اللي وراها موت ابني لانها طمعانة في فلوس التأمين لكن كنا مش بتصدقها لان ممكن تكون بتكذب وما فيش دليل على كلامها وبتكرر تتكلم مع الطفل بنفسها بتتفرج على الرسومات بتاعته لكنها ما بتفهمش في جبر الخواطر وبتقول له رسمك معفن يا حبيب بس بتلاحظ ان في رسم منهم للبحر وبتعرف ان دي كانت يوم الحدثة بتطلب منه يحكي لها اللي حصل بيبدأ الطفل يفتكر بنعرف ان هو شاف مرطة ابو وهي بتحط لزق ضد المية على حزام الامان رابطة بيه ابو هو نايم علشان ما يقدرش يتحرك بعدها عملت الحدثة وقعت العربية في البحر قررت تنكز الطفل وخرجت من العربية لكن بعدها قفلت الشباك علشان جزها ما يقدرش يخرج الطفل ما يتكلمش او يحكي اي حاجة من اللي حصلت وإلا هتخلص عليه ولما الطفل بيخلص كلامه وبينهر من العيات لانه خايف وبيصعب على يونجي وبيحضن علشان يهديه بعدها ابتانا بيمشوا وبيفكروا في اللي هيعملوه وبيقول لها يونجي ان ما فيش حد يصدق كلام الطفل لكن كانها بتقوله انا هصدقه لان الاطفال مش منافقين ما بيعرفوش تكذبه ودايما بيقولوا الحقيقة بيونجي بتفاجئ وبتأثر بكلاما انه هو صغير محد يصدق كلامه عن موت اهله كان نفسه في حد يقف معاه ويطرق الكسة انا عرفها قدام تاني يوم بيجي معادل المحكمة وبتحكم البطلة ببراية الجد لكنها بتكرر ان الطفل هيعيش مع امرأة ابوه ولما بيروح ياخدوا الطفل الجد بترفو تسلمه وبتطروا يمشوا ويحاولوا معاه مرة تانية بكرة لكن بالليل بنشوف الجد هي وقع على الارض ومغم عليها وبنعرف ان امرأة ابنها قررت تاخدوا الطفل وخزبن عنها وبتبقى كانها عارفة ان كل ده هيحصل وبتكتب اسمها للمراية بتشوف هوية بتحمي الطفل في البنيو وبتفرح وبتكرر انها تدفحها التمن اللي عملته بتخلي المساعد بتاعها يتصل بيها وبيقلت صوت بنت بيقول لها انا معاه دليل ضدك بيطلب منها تيجي للمكان اللي عملت فيه الحادثة وقولها يبلغ عنها البنت بتتفاجئ من اللي اسمها بتضطر تسيب الطفل في البيت وتروح علشان تتأكد بنفسها ولما بتوصل بتشوف عربية جوزة خارجة من البحر وجاي عليها وبتخاف وبتحس انها هيتقربت لكن كانها بتخرج من العربية وبتقرب منها وهي بتضحك بتقول لها اجماد كده لسه تقيل جاي بتطلب منها تعترف بجرائمها لكنها بترفض وبتنكر انها عملت حاجة بتتعصب كانها وبتقرر تندمها وبتدلها الم بتطيرها بعيد بتقرب منها وبترفع بايد واحدة في الجو وبتفضل تخنقها علشان تعترق ولما بتلاها رفضة بتستخدم هنا قوتها بتقرر بتخلها تعيش نفس الجوزة عاشوا يوم الحدس بتنقلها في العربية وبتربطها بحزم الامان وبتقفل الشباك عليها وبتسيبها علشان تغرق برحتها وبتفضل صاحبتنا تعيط وبتحس بكل حاجة جوزة حس بيها قبل ما يموت وبتدوخ وبيغم عليها ولما بتفوق بتلاها نفسها لسه عايشة كان غواقفة قدامها وبتسألها مش ناوية تعترفي البنت بتنهارو بتعترف لها بكل حاجة وكمان بتقول لها انها خلصت على جوزة الاولاني علشان تورسه كان اه ما اخدتوا المكان عالي فوق الجبل استغلت الفرصة وهوبا سانتالوبا دروبا اتصلت بالشرطة قلت له من هو تزحلى كلهم صدقوني لاني مدرسة وخدت فلوس التأمين لكن بعدها الموضوع عجبني قرر تعمل كده كمان مرة واتجوز ابو تلميز عندي وخلصت عليه بس المشكلة ان الطفل كان واقف في طريقه ولازم اخلص منه باي طريقة وكمان علشانها ورس كل الفلوس لوحدي كانها بتتعصى بانها حاولت تقذي كل الناس دول وانهما مالهمش زنب بتهجم عليها وتفضل تضربها بتقصر عدم وشها بتعرف انها شيطانة وبتكرر تعذبها علشان تندمها على كل الجرام اللي عملتها بتنقلها للجبل بتميلفاء النفس اللي عملته في جوزة الاولاني بتخليها هوبا سانتالوبا وبعدها بتكرر تخلص عليها بتستخدم قوتها بتطلع خنجرها وبتستخدم قوتها بتضربها بيه وبتقرب منها وبتبعت روحها للجحيم بيظهر المساعد بتاعها بتطلب منه انها ينضف المكان من اثر الدم علشان محدش يعرف اللي حصل فاسح ابنها بيستدعي شوية ناس من العالم التاني عندهم ادوات سحرية بتقدر ترجع كل حاجة زي ما كانت بالزب بسميه هم عمال النظافة بيزبطوا كل حاجة وما بيسيبوش اثر لأي حاجة نهائي بنتنا بقى بتفرح انها نجحت في المهمة وتاني يوم بتقرر تمارس هويات المفضلة بتروح تيامل شوبنج بمنها يعني بنت مبزرة بتفضل تشتري فاساتين كتيرة وبتقف قدام المراية وهي مبهورة من جمالها وبتحس انها مفتقدة يونج وبتقرر تكتب اسمه على المراية علشان تشوف بيعمل ايه لكن كبرياءها بيمنحها وبترجع تاني في كلامها في الوقت ده بيبقى يونج بيفحص الجسة بيشوف كلمة الجحمة حفورة على رأسها وبيشوف ان البطلة هي اللي عملت كده وبعدها اكيانا بتروح مكتب كبير الكضاء وبيعزمها عنده على العشاء علشان يتكلم معها لانه فاكرة يعني فقدة الزاكرة وده بقى عزيز المشاهد علشان الحادثة اللي حصلت فاول المسلسل اللي بطلتنا قررت تستغلها وتقول لهم انها فقدة الزاكرة وبالرغم انها مش مهتمية بكلامه لانها مستحوزة على الجسم ده فترة مؤقتة بس بتوافق انها بتحب الاكل بالليل بتروح البيتة وبتفضل تاكل وهي مبسوطة لحد لما بتخلص كل الاكل اللي على السفرة وبيبقى القادم استعرب من تصرفاتها قعد العشاء بيبدأ يتكلم معها وبيعرف انها كانت مخطوبة لابنه قبل الحادثة اللي هي حصلت لها وبيسألها اذا كانت حابة ترجع له بترفض وبتقول انا مش بفكر في الارتباط وكل تركيزي في الشغل بتسيبه وبتمشي تاني يوم بتبقى في مكتبها وبتعرف ان في محقق عاوز تكلم معاها بتفتكر انه هي يونج بتفرح وبتروح تقبله لكنها بتتفاجئ انه هزميله في الفريق بتحس بالاحباط وبطلب انها تيجي معالي الاسم علشان ياخدوا اكوالها بتضطر توافق ولما بتوصل بتلاقي يونج مستنيها عاوز حاق معاها بخصوص الست اللي ماتت لكنها بتنكر انها تعرف حاجة وبتسأله لو هو فرحان انها خدت جزائها بيقول لانا كنت عاوزة عقابة بالقانون مش بالطريقة دهية وبعد التحقيق ما بينتيه بيروح علشان يوصلها بس بتبقى مدهيل انه بيعملها ببرود وما بقاش لازقلها زي الاول بتشوفهم ستة عجوزة وهم واقفين مع بعض بتروح تتكلم مع يونج وبتحذروا من البطلة بتقولوا بعد عنها وإلا واحد منكم هيموت الاتنين بيستغربوا من كلامها ومحدش عارفها ليه قالت كده وبيفتكورها مجنونة وبتهلوس لكن يونج بيفضل صاحب طول الليل بيفتكر ان لما البطلة حول التخلص عليه وما بيعرفش ينم من التفكير بتروح له محققة من فريقه بتاخدوا معها وبتعزموا على العشاء وبيفضلوا يأكلوا مع بعض لانها بتعتبروا زي ابنها تاني يوم بيروح يونج للمكان اللي لقى في الجسة بيفضل يدور على سلاح الجريمة لكن مش بيلاها حاجة وبشوف ازازة بيبسي واقع على الارض بيفتكر ان البطلة بتحب النوع ده ودايما بتشربه وبتأكد ان هي اللي عملت كده بيقرر يقرب منها علشان يراي دليل ضدها ويزبط للناس انها شيطانة في الوقت ده بتبقى كانة في شقيتها بتروح لها جريتها وبتدلها حلويات وبتفرح وبتشكرها وفجأة بيوصل يونج وبتتفاجئ لما بتشوف بتعجب بوسمته بتفضل بص عليه بيبقى باين كده ان هو قلبها تشده وحبب جد ده بوشتاء في الاشواء وما قالش لحد ان هو وقع في غرامه لكن فجأة بتحس بألم في صدرها مبتقدرش تستحمل وبتعلى الارض وبيغم عليها يونج بيتفاجئ من اللي حصل بيشل على ظهر وبيخدها وبيجرى على المستشفى علشان ينكس حياتها بيفضل جنبها وبيبقى باين ان هو قلن عليها لكن فجأة بتفوق وبتقعد على السرير كأن ولا حاجة حصلت الكل بيستعرف من تصرفها وبتلبوا من الدكتورة انها تفحصها بتعرفهم ان صحتك ويسع وما عندهش اي حاجة وبتفتكر بقى كان اللي حصل لها وان اخر حاجة فاكرها قبل ما يغم عليها انها شافت يونج قدامها والبهدق بسرعة وما عددش فاهم حالتها لان الشياطين المفروض ما عندهمش مشاعر زي البشر وبتخمن انها مرهقة ودل انها استخدمت كويتها اكتر من مرة الفترة القريبة ولما بتخرج من المستشفى بتلاقي يونج مستنيها بيقرر يعوصلها للبيت بنفسه وهناك بلاب ست العجوزة اللي شافوان بارح وبتبقى متضايقة من علاقاتهم بتطلب منهم يبعدوا عن بعض بس كانها بترفض وبتحذرها لو ادخلت في حياتها تندامها وبيبني ان الاتنين مشتائين بعض وبتظهر جاريتهم بتقطع كلامهم وبتجري على كانها وبتحضنها علشان تطمن عليها وبتبقى عاوزة تاخدها للكنيسة علشان تخلي الكائن يحميها من الحسد وبتخاف كانها لانها شيطانة ولو دخلت الكنيسة تتحرق بتقول لانها تعبانة وبتطلع تجري وبنعرف بقى ان يونج قرر يسكن في الشقة اللي قصادها علشان يفضل قريب منها بالليل بيشوفها وهي خارجة من الشقة بيقرر يروح وراها وبيفضل يرقبها علشان يعرف بتخطط لايه لكنها بتحس بيه وبتدخل لشارع مقطوع ولما بيدخل وراها بتفاجئ انها اختفت بيفضل يدور عليها لكن مش بيلاقيها وبتنجح كانها انها تهرب منه تاني يوم بتروح لما كان فيه شياطين كتير علشان يساعدوها في المهمة بتاعتها لكن يونج بيحدد مكانها من الموبايل بتاعها وبيروح وراها المكان وبتفاجئ لما بيشوف الشياطين وبيخاف منه بيقرب واحد منهم وكان عاوز يخلص عليه لكن كان غير تمنعه بتقوله ان السواق بتاعها بتروح له بتقوله يمشي من المكان بسرعة لانه حياته في خطر لكن كان غيرفض وبيبقى عاوز يعرف بيعمله ايه برضه فبيحكي لواحد منهم ان فيه شيطان سرق اداة سحرية من الجحيم والاداة بتخليه يعيش حياة خالدة في جسم البشر وهم هنا علشان يقبضوا عليه ويرجعوا الاداة تاني منه واحنا دلوقتي متنكرين فهي تطبخين علشان محدش يشك فينا وبيبدوا يعملوا اكل بالاسلحة بتاعتهم بيخلصوا وبيحطوا الاكل في سنديق وبيرضوا عليه يروح معهم علشان يوزعوا الاكل على الناس الفقرة تبقى كان غرفضة وبتطلب منه مايعملش كده لكن يونج بيوافق بالعند فيه وبيقرر يروح بيبدوا يوزعوا السنديق على الناس العواجيز والفقرة وبيبقى يونج مستهرب ازاي هم الشياطين وبيعملوا خير بيشوف واحد منهم وابي عاية لكن الشيطان بيجري عليه بيطلب منهم مايجيبش سيرة لحد وبيعرفوا ان ممنوع الشياطين يبقى عندهم مشاعر زي البشر ولو البطل عارفت هتخلص عليه فيونج بيقعد ان هو يحتفظ بسره وبشكره الشيطان بيدلوا الكارت بتاعه علشان يتكلمه لو احتاج ايوم ساعدة فياخر اليوم بتقوله كان غيبعد عنها وبتحذره لو حاولوا يرقبها او يمشي غراها تاني هتنادمه بتسيبه وبتمشي بعدها يونج بيروح للإسم بيحكي لزميله اللي شافه وبيلوم ان كان يا شيطانة وهي اللي ورا الجرائم اللي بتحصل طبعا محدش بيسدقه بيتريعه عليه وبتقوله المحقكة يجيب دليل يثبت كلامه لكنه بيحس بالإحباط لانه مش عارف يثبت حاجة في الوقت ده بيجي للشرطة بلاغ بجريمة حصلت ولما بيروحوا للعنوان بيلوه شخص بيعايته ويلوم ان فيه حد قتل مراته وابنه وبيبقى منهاره وبيطلب منهم يقبض على المجرم ولما بيسألوه لو شكك في حده معين بيلوم اه انا وبيفضل يضحك الكل بيتفاجئ من كلامه وبيعرف ان هو شخص مجنون بيقبض عليه وبيبصل يونج وفريقه علشان يحققه في القضية يونج بيتفاجئ من المنظر بيفتكر اللي حصل لقلته هو صغير وما بيقدرش يستحمل وبيخرج من المكان بيرجع للإسم علشان يحقق مع المتهم لكنه مش فاكر اي حاجة بيفضل يعيقه وبيقول له انا بريه انا مستحيل اقزيلتي وفجأة بيغير طريقة كلامه تاني وبيبدأ يضحك وبيعترف ان هو اللي عمل كده وبيفضل يضرب نفسه بالقلق وبسبب كده بيغم عليه ولما بيفوق ما بيبقاش فاكر حاجة من اللي حصل بيستغرب يونج من تصرفاته وبيعرف ان عنده انفصان في الشخصية تاني يوم بتروح كنا يا مكتبها المساعد بيبقى محضر لها كم عضية كده متحللتش علش ان تقبض على المجرمين لكن ولا واحدة بتعجيبها لحد لما بيحكي لها عن القضية اللي يونجي شغال فيها وبتعرف ان المجرم مجنون وبتقول بس هي دي اللي انا عايزها انا عيني عليها وبتقرر هي كمان تحقق فيها بتطلب من المساعد يتصرف ويجيب لها تفاصيل القضية واي معلومات عن المتهم بتطر المساعد يسمع كلامها وبيشغل دماغه بتنكر في يدوم محقق وبيروح للاسم وبينجح نوع يعرف اسم المتهم بيرجع وبيقولها على اسمه وبتكرر تكتب اسمه على المراية بتشوف هو بيعيط في الزنزانة لكنها بتشك فيه وبتحس ان هو بيمثل فبتكرر انها تحاكمه بنفسها تاني يوم بتقابل القضاء المساعدين بتاعها وبتقول لهم انا مش عايز حد فيكم يدخل في المحكمة يعني من الاخر تفضلوا ساكتين محدش افتح بقه وطبعا بيخافوا منها وبتطر اسمها وكلامها بالليل بترجع للبيت وبتلاقي يونجي مستنيها بيسألة ليه ان مسكت القضاء ديت بالذات ونوية تعمل ايه لكنها مابترداش تجاوبه بتعرفوا انها عاوزة تحقق العدالة لكن مش بيصدقها وبيحس انها بتخطط لحاجة خطيرة تاني يوم بيجي معادة المحكمة وبيبدأ المحام يتكلم علشان يدافع عن المتهم لكن فجأة المتهم بيقطع كلامه وبيحجم عليه وبيقع على الارض وبيفضل يدرب فيه بيحاول الامن يبعده عنه وبيبقى الكل خاف منه بيصدقه فعلا ان هو مجنون معدى بطلتنا الجمدة الجمودة الوحيدة اللي مستمتع باللي بيحصل وبتبقى عارف ان هو بيمثل وبتكرر تأجل الاضياء لحد لما تكتشف الحقيقة بنفسها لما بترجع مكتبها بيسألها المساعد عن اللي نوية تعمله مابترداش تعرف خطتها وبتقوله تفرج وتعلم بتروح المصاحة النفسية اللي المتهم محجوز فيها بتقطع الكهربة وبتضرب بتوع الامن بتنجحنا تدخل قوضة المتهم بتقرب منه واحدة واحدة وهي مسكة الخنجر علشان تخلص عليه لكن فجأة بيظهر يونج من تحت سرير بيمسك رجليها وبتتفاجئ كانغة من اللي حصل وبتعرف ان يونج كان اسكى منها سبقها بخطوة وعارف اللي هي نوية تعمله وبتخاف كانغة وبتضطر تهرب منه بتزقه بتجري برا القوضة وبيحاول يونج يروح وراها لكن طبعا ما بيقدرش يلحقها ولما بترجع للبيت بتلقيم استناءه قدام الشقة بيواجهها بالكلام اللي قالته للمتهم وبيسألها اذا كانت هي اللي حاولت تخلص عليه لكنها بتعرف ان هو بيسجلها علشان يفضحها وبتنكر وبتقوله ان انا معرفش انت بتتكلم مع مين وبتسيبه وبتدخل شقيتها وتاني يوم بيجي معادل جلسة النهائية بتطلب كنغ من المتهم يقول كلمة اخيرة قبل ما تحكم عليه لكن بيعايته بقول انا بريق ما عملتش حاجة وبتستعد كنغ علشان تقولي الحكم لكن فجأة بيدخل يونج المحكمة وبيقطع كلامها بيقول انا معاه دليل يثبت ان المتهم بيمثل بيشغل تسجيل المتهم ووهو بيهدد مراته وابنه ان هو يخلص عليهم لانه بيكرههم الكل بيتفاجئ من اللي اسمعه وبيتأكده ان المتهم كان فعلا بيمثل علشان ياخد براءه وان هو اللي ارتكب الجريمة كان غير بتتعصب من اللي حصل لانه بوزله خطتها ومش عارفة تعمل ايه بتقرب من المتهم علشان تتكلم معه بتفضل تستفزه بالكلام لحد لما بيفقد اعصابه بيحجم عليها بيفضل يخنق فيها وكان عاوز يخلص عليها لكن الامن بيمنعه بعدها كان غير بتكرر تنفذ الحكم النهائي وبتقول ان المتهم عندهم في صنف الشخصية ولازم يتحجس في مسحها تبقى عملت كده علشان ياخد براءه وساعتها تستغل الفرصة وتخلص عليه وتبقى تروحه للجحيم بيتفاجئ الكل من اللي حصل بتنهارهم من الست اللي ماتت وبتعترض على الحكم لان حق ابنتها ضاع طبعا كان غير ما بتهتمش بكلامها لانه معندهاش مشاعر وبتسابها وبتخرج من المحكمة وبيعرف يونج ان البطلة ناوي يتخلص عليه بيتكرر يركب مع المتهم العربية علشان يحرصه لحد لما يوصل للمصاحة لكنهم في الطريق فجأة بتظهر شاحنة كبيرة قدامهم بتخبطهم وبينزل منها اتنين مقنعين شكلهم شبايا النينجا بيحاول رجال الشرطة يقبضوا عليهم لكنهم بيبقى عندهم قومش طبعية وفي لحظات بيدربوهم وبيكسر عدمهم بياخدوا المتهم وغزبا عنهم وبيمشوا لكن يونج بيفوق وبيحاول يتخنق معاهم بيهجهم على واحد منهم علشان يضربوا لكن النينجا بيبقى اقوى منه ومش بيتأثر بدرباته وبيمسكوا بيد واحدة من رقابته بيرفعه في الجو وبيخبطه في الارض وبياخدوا المتهم وبيهربوا من المكان وبنعرف ان هم شياطين بينفزوا امر كان وهي اللي طلبت منهم ما يقزوش الزابط بالليل بيرجع يونج البيت وبيلاقي البطلة مستنية علشان تطمن عليه لكن بيقول لانا عارف انك اللي ورا كل حاجة بيطلب منها ترجع المتهم علشان يتحاكم ويدفع ثمن جرائمه بالقانون لكنها بترفض بتقول انها تعجب بطريقتها يونج بيتعصب وبيجيب كرسي بيقعد قدام شقيتها وبيلاق بصي انا قدامك انا ليل ونهار وريني هتروحي وتخلص عليه ازاي لكن كانها مش بتهتم بتسيب وبتدخل شقيتها وبالليل بتكرر تنفس خطتها بتستخدم حبل وبتخرج من الشباك يونج بيحس بيها بيخبط عليها علشان يتأكد انها جوه لكن المساعد بتاعها بيقلت صوتها بيطلب منه انها يسيبها تنام في الوقت ده بتوصل كنغة عند المتهم بيتفاوه وبتقوله استعد علشان المحاكمة بيلاقى محاكمة ايه مشان اخدت براءة بتقوله لأ انت خدت براءة في الدنيا لسا بقى المحاكمة الحقيقية بتمسك فاس وبتعرف انها تعمل فيه النفس اللي عامله في امراته وابنه وبتستخدم كواته علشان تخليه عيش نفس اللي هم عشوه المتهم بيخاف وبيحاول يهرب منها لكن بيلاء نفسه في الفصل بتاع ابنه اللي مات بتظهر كنغة قدامه وهي بتضحك بتمسك القلم وبتدوله حتة في ايده بكل كواته بصرخ المتهم وبيسابه وبيهرب لكنه بيلاء نفسه في الأسنصير بتظهر كنغة من وراه وبتهجم عليه بتفضل تضرب فيه بكل كواته لحد لما بتكسر عدم وشه وبتكسحه بيحاول يسحف على الأرض لحد لما بيخرج لكنه بيلاء نفسه في شقيته وبتروح البطلة وراه وهي مسكة فاس بيركع على الأرض وبيلاء ندمانه وبترجعها تسامحه وبتدحك كانه وبتقوله تصدق سابت عليها بتهجم عليه وبتفضل تضربه بالفاس لحد لما بتعمل منه بطاطس محمرة بتقرب منه وبتطلب منه يعترف بجريمته طبعا المتهم ما بيصدق علشان يرتاح من عذابه بيقولها مش تقولي كده من الأول يا ستنا مجرم ومزنب وبصي واكل مالي اليتيم فبتكرر كانه تخلص عليه لأنه هو اللي استخدم المفتاح وفتح القفل اللي هيوديه الجهنة بتقرب منه وبتستخدم قوتها وبتطلع خنجرها بدربة واحدة منه وبتبعته للجحيم ثاني يوم بتخرج من شقيتها بتلاقي يونج لسه مستنيها ومش عارف انها خلاص نفزت اللي هي عايزات لكن فجأة بتجيلهم كلمة من زميله في الفريق وبيعرف منهم اللي حصل قول ان الموتها متوفى كانه بتسيبه وبتمشي وهي بتضحك وبتبقى شمتانة فيه لانه حاول يتحداها ويقف في طريقها بيروح يونج علشان يفحص الجسة بلايه محفرة على راسها كلمة الجحيم وبتأكد ان البطر هي اللي عملت كده لكن محدش من فرقه بيصده وبيفتكره ان فيه قاتل متسلسل بعدها كانه بتكرر تحتفل بنجاحها المهمة وبتطلب الاكل اللي بتحبه وكانها ما عملتش حاجة وبالليل بترجع البيت وبتلاقي يونجي مستنىها زي ما هو بيقولها انا عارف انك انت وراء كل الجرام اللي بتحصل بالتمن ما عندهاش قلب وبيعد ان هو يلاقي دليل ذو الضهر هفضحك وهضمرك بيسابها وبيمشي وبتتعصب كانها من كلامه لكنها ما بتهتمش لانها واسقة في نفسها وبتتحدى هيقدر يمسك عليها حاجة بعدها بنشوف جريتها وهي راجع للبيت في وقت متاخر وبتحس ان فيه حد ماشي وراها لكنها مش بتهتمها وبتكمل طريقها لحد لما بتوصل لمكان مأطوع وفجأة بيظهر شخص مكنع وبيختفى وبتعايت وبتترجع يسيبها لان ابنها ما عندهاش حد غيرها لكن بيقرب من انها بيبقى عاوز يخلص عليها والحسن الحظ بتشوفه واحدة من الجران بتصرخ علشان تريم عليه الناس وبيخاف المجرم وبتطر يهرب بسرعة وبتكرر الست انها تروح للإسم علشان تبلغ عن اللي حصل وبتطلب منها المحققة تقولها مواصفات المجرم بتحكي لها كل حاجة فاكرها عنه بتقولها ان هو كان معا سلاح غريب بتحاول ترسم لها شكله بتتفاجئ المحققة لما بتشوفه قال انه نفس السلاح اللي المجرم قاتل بيه عيلة يونج وبتعرف ان هو رجع تاني ينفس جرائمه وبتكرر تقبض عليه تاني يوم بيروح يونج يزور قبر عيلته لكن بيلاي المحققة هناك بتتكلم مع والدته وبتطمنها انها تاخد بالها منه وبتأثر بطبيطة لانها الوحيدة اللي بتعتني بيه بعد موت عيلته وبشكرها انها في حياته وبيروح معالي الاسم وهناك بيكملوا تحقيق في الجرائم بيستوربوا ان كل الضحايا ومحفورها على رأسهم كلمة الجحيم وبيبقى يونج الوحيد اللي عارف ان كان غيل عملت كده لكن طبعا معهوش الدليل بعدها كانها بتبقى راجع للبيت وبتشوف اتنين بنات بتنمروا على بنتها غلبانة وبياخدوا فلوسها بتتعصب وبتروح تدفع عنها بتطلب منهم يعتزرولها ويرجعوا الفلوس واللي هتندمهم لكنهم بيرفضوا بيفتكورها ضعيفة وبيهجوم عليها علشان يضربوها وبتكرر كانها يتديهم درس في الاخلاق وفي قلم انسانية بتكسر عدمه الشهم بتمسكهم من ودنهم وبتقولهم يا ولادي اللزينة قلتلكم بالزوء لازم تخلانا استخدم ايدي حوانتوا لازم تطبعوا مثل دوق حناني علشان مستحيلة انساني بيخافوا من قوتها وبيعرفوا انها مش بنتها عادية بيروحوا للاسم وبيعملوا فقا محضر انها درابتهم وبيوصل الاهالي المتنمرين وبتعصبوا لما بيشوفوا منظر ريالهم انا عاوزيني رفعوا عضية ضد البطلة لكنها بتتحك بتتري على كلامهم وبتقولهم اسكوتو مش انا اساسا عضية رأيكم بقى تشرفوني في المحكمة وبيخاف الاهالي وبيعتزرولها بيقولوا لها حقك علينا يا مالكة احنا المفروض نربيعنا فعلا وبياخدوه وبيهربه بتوصل للمحقكة وبتضح ان البنت اللي كان انقذتها تبقى بنتها وبتشكر على اللي عملته بالوقت ده بيروح يونجي قبل الست العجوزة اللي حذرته يبعد عن البطلة وبيسأله ليه قالت كده لكنها ما بترضاش تعرفه وبتقول انا كنت اعرف اهلك وعدتهم ان انا احميك وبتطلب منه يبعد عن البطلة بيتفاجئ يونجي من كلامها وبيحس انها مخباسر لكنه ما بيرضاش يضغط عليها وبيسيبه وبيمشي لما بيخرج من عندها بيلاقي كانه وقدامه لكنه بيتجاهله وما بيرضاش يتكلم معاها تاني يوم بيعرف ان صاحبة البيت عملة رحلة تخييم للسكان فبيضطر يروح معاهم وبيتفاجئ ان كانها هي كمان رايحة وفي الطريق بيعرض عليها يشيل لها الشنطة بتاعتها وبترفض وبتقوله يا ابن انا شيطانة يعني انا ممكن اشيلك انت والشنطة بتاعتك فياخر اليوم صاحبة البيت بتأزمهم على العشاء فوق السطح وبيفضلوا يأكلوا ويشربوا مع بعض لكن يونجي بيدوخ وبيبدأ يهلوس بيقول كلام مش مفهوم وبتخاف كانه ليفضحها ويقول حقيقتها قدامهم بلعب عليك انا اشرب البحر كله وافضل صاحب حتى شوفي ويدب يؤمن على الكرسي بينام فيها بتطرق كانها يتشيله وتوصله لحد شايته وبتنايومه على سريره وبتسيبه علشان يستريح لكن طبعا مش في وعيه بيمسك ايديها وبيطلب منها تفضل معل انه حاسس بالواحدة بيطلب منها تبطل الجرامي اللي بتاميلها مش عاوز يجي اليوم اللي قبض فيه عليك بينام على نفسه من التعب كانها بتتريق على كلامه وبتروح علشان تغطيه لكنها بتشوف عنده ازازة البيبسي اللي عليها بصماتها وبتعرف انه لسه بيدور وراه علشان يفضحها بتتعصب وبتروح تحكي للمساعد على كل حاجة وبتعاقبه لانها طلبت منه يتخلص من اي دليل ضدها بتطلب منه يلاقي مجرمين يبعطوها للجحيم علشان يخلصوا المهمة تاني يوم بنشوف راجل اعمال خاطف موظف شغال عنده في الشارك لانه هدده انه هيفضحها بياخده الملعب جولف بيغمي عنيه بيفضل يضرب فيه بالمضرب لحد لما بيكسر عدم وشه بيطلب منه يحط لسانه في بقه بعدها بيرميه في الشارع وهو متصاب في كل حتة في جسمه تاني يوم بتلاقي الشرطة جثته في الغابة وبتنتشر الاخبار والكل بيتكلم عنه بيتهمه راجل الاعمال انه هو اللي عمل في كده وبيروح يونج وفريقه حققه معاه لكنه بينكر انه هو عمل حاجة وباضطر يفرجه عنه لان ما فيش دليل ضده كان هنا بتمسك القضايا تاني وبيجي معادي المحاكمة لكن مش بتلاقي دليل ضده وبتضطر يتأجل الحكم ولما بتخرج من المحكمة بتلاقي يونج مستنيها بيقول لها انا متأكد انه راجل الاعمال هو اللي عمل كده بيطلب منها تيجي معاه وبياخدها وبيروح للمشرح علشان تفحص جثة الموظف اللي مات تكنها بتحط ايدها على راسه علشان تعرف اخر ذكرياته وبتنجح ناتشوفك اللي حاجة حصلتله وبتعرف ان راجل الاعمال هو اللي خل رجالته ياخدولي الغابة ويخلصوا عليه ولما بتخلص بتكذب على يونج وبتقوله ان الضحية هو اللي عمل كده في نفسه وبتكرر هي تنتقم من راجل الاعمال بنفسها في الوقت ده بتبقى المحققة عاملة كمين في شارع الابطال كله ده علشان توبض على المجرم اللي بتدور عليه اللي كان مع السلاح الغريب وبيعد شخص مقنع من قدامها بتشوف مع السلاح شكله غريب وبتعرف ان هو المجرم بتروح وراءه لكنه بيحس بيها وبيهجم عليها من ظهرها والحسن الحظ بتنجح ناتش تفادت ضربة في الوقت المناسب بتبدأ تتخنق معلك انه بيحدفها بالطوبة بيهرب من ناقها وبتفضل هي تجري وراءه لحد ما بيوصلوا للمكان مسدود بتهددوا بالمسدس علشان يقف والله هتخلص عليه وبتقولوا انا مستنير لحظة دي من زمان علشان ادفعك تمن جرائمك كل وقت ده بيوصل ابطالنا للبيت لكن يونج بيشوف عربية المحققة وبيعرف انها هنا وفجأة بيسمع صوت ضرب نار وبيحس انها في خطر وبيجرى علشان يطمن عليها ولما بيوصل لمكانها بيلاقى قصر دم على الارض وبتفاجئ من اللي شافه ومش مصدقانيه وبيعرف ان المجرم خطفها وخدم على المخبأ بتاعه بينهار ومش عارف يعمل ايه بعدها صاحبة البيت بتجمع البطلة وجرانها عندها علشان تديم نصايا بتطلب منهم ما يتأخروش برا ويروحوا بدري وبتعرفهم ان المجرم بيخطف الستات بس لانه مجنون وده بالكم من نفسكم لحد لما يتقبعد عليه لكنها بتلاحظ ان البطلة لابسة نظرة شمس معناها بالليل وبتستعرب بتسألها عن السبب بتتوتر كانه وبتمثل انها واجعها لكن في الحقيقة انها عاملة كده علشان خايفة من الصليب اللي في الشقة بيحرقها بعدها يونج بيروح للإسم لكنه بتفاجئ ان رئيسه رفض يخليه هو فريقه شاركه في التحقيقات بيلوم ان المحقاقة كانت زملتكم لكنه بيلاقها منهارة وحالتها صعبة وبتفضل تعيط وتطلب منه ينقذ والدتها بأي طريقة لانه ملهاش حد غيرها بيحاول يونج يخفف عنها بيعادها نوع ينفز لها كل كلامها وهنقذها كمان واجبها لك سليمة وبيعرف من زميله ان المجرم نفس المجرم اللي قاتل عيلته لشان كده المحقاقة حاول التوبد عليه لوحدها بيتفاجئ من اللي عارفه وبيحس بالزنبل انه السبب اللي حصل لها ولما بيرجع للبيت بيلاقي كان مستنياء وبتسأله اذا كان عارف حاجة عن المحقاقة لكنه بيقول لانا متأكد انها كويسة بيسيبها وبيدخل للبيت وهو حزين وبيصعب عليها انها اول مرة تشوفها في الحالة دي ولما بتروح مكتبها بتكرر تكتب اسم المحقاقة على المراية علشان تعرف اذا كانت لسه عايشة لكنها بتبقى خايفة لها ماتت وساعتها يونج هينهار وبترجع في كلامها بتكرر تسيبه متمسك بالامر بعدها بيجي لها رسالة منه بيقول لانا لقي الدليل مهم في قضية راجل الاعمال اللي قتل الموظف وبطلب منها تجيله بتكرر كانت روح له وبياخدها وبيقابلوا واحد كان شغال مع الموظف وبيحكي لهم كل حاجة بتأكدوا ان راجل الاعمال هو اللي قتل الموظف وبطلبوا منه يشهد ضده في المحكمة تاني يوم بيجي معادل حكم وبتأخر الشهد لكنه بيوصل في اخر لحظة والمفاجأ ان هو بيشهد مع راجل الاعمال وبيقول ان الموظف كان بيبتزه علشان ياخد منه فلوس الكل بيتفاجئ من اللي حصل وبسبب كده بتضطر كانت انها تأجل الحكم يونج بيتعصب وبيروح يتكلم مع الشهد بيسألوا ليه عملت كده وغيرت اقوالك بيعيطوا بيقول لهم راجل الاعمال هددني بعيلتي واضطرت اسمع كلامه وبيعرف يونج نوع كان مجبور وبيكرر يسامحه ولما بيرجع للاسم بيبدأ يتكلم مع الفريق بتاعه بيقول لهم ان كل المجرمين اللي البطلة تحكم عليهم بالبراءة بيموتوا وده معناه ان راجل الاعمال حياته في خطر وبتفق معهم يرقبوها بعد ما يخرج من السجن وفي نفس الوقت نجيب ناس يرقبوا راجل الاعمال علشان يشوف اللي اتنين دول بيعملوا ايه وهيتقابلوا ازاي وهتعز بتلكم كلامي تاني يوم بيجي معدل الحكم النهائي وبتكرر كانت يتدي له براءة لان ما فيش اي دليل ضده بتنهار بنت الموظف وبتفضل تعيط لان ابوها حق وضاع بيوغم عليها وبتحس كانت انها بتقنب الضمير وبتستعرب لان المفروض الشياطين ما عندهمش مشاعر بعدها يونج بيروح يقابل راجل الاعمال وبيعرفوا ان حياته في خطر وبيطلب منه يسمح له يحميه لكن راجل الاعمال ما بيكتناش بكلامه بيتري عليل انه شاف انه يقدر يحمي نفسه كويس بيحس يونج بالاحباط ولما بيرجع للاسم بيتفق مع فريه انه هم يرقبوه من غير ما ياخد باله من ليل بتبدأ كانت نفس خطتها بتكتب اسم راجل الاعمال على المرأة علشان تعرف مكانه بتشوف هوه في الكنيسة وبيفضل ياتح كل انه خرج ببراءة من القضية وبتكرر تعجبه وتندمه بتطلب من المساعد بتاعها ينفذ الخطة اللي اتفقوا عليها بتخليه اتصل براجل الاعمال وزاي كل مرة بيغار صوته وبيعرف انه هو معه دليل على جريمته وبطلب منه يجي يقابله في الملاهي علشان يدهاله بيخاف راجل الاعمال وبيتكرر يروح له بينجح نوعه يهرب من فريق يونج اللي بيرقبه وفي الوقت ده بتتجهز كنغة نفسها علشان تروح له كمان لكنها لما بتنزل من البيت بتلاقي يونجي مستنيها بيحاول يكنها هتوقف اللي بتعمله لانه مش عاوز يقبض عليها في يوم من الايام بترفض وبتصمم تكمل بيقرب يونجي منها وبيحضنها بيطلب منها تاخد بلا من نفسها وبتستغرب كنغة من تصرفه لكن مش بتهتم وبتسيب وبتمشي بعدها راجل الاعمال بيوصل للملاهي بيلاقي دومي على شكل بلياتشو مستنيها وبيخاف منها عصية الجولف بتكرر تعمل فيه نفس اللي عامله في الموظف الغالبان علشان يحسب نفس المشاعر وتفضل تضرب به بالكورة لحد لما بتكسر عدم وشه وبيفضل يصرخ من القلم لحد لما بيغم عليه ولما بيفوق بيلاقي نفسه على الطريق وبيطلع يجري وفجأة بتقف قدامها رباية وبيظهر منها اتنين وبيخطفوه واخدولي الغابة زي ما عمل في الموظف فيه علاقه بحبله وبيفضل يعزبوه بعدها بيحبسوه في تابوت وهو عايش علشان ينتقموا منه لكنه بيفوق وبيفضل يزع وبينجح نهو يخرج منه لكنه بيلاقي نفسه لسه في الملاهي وبتظهر كان بتقرب منه وهي بتضحك بتقوله ان اللي فات سخين واللي جاي اللي المعين بتعرفه ان محاكمته الحقيقة تبدأ دلوقتي وبتطلب منه يعترف بجرمته لكنه بيرفد بتتعصب وبتكرر تندمه وبتاخده لبيت الرعب وبترمي تعويزة بتخلي وحش يملاك يجري وراه وبيخاف راجل اللي عمله وبيحاولوا يهرب اما ليجري والوحوش عمله تجري وراه لكنهم بيفضلوا يطردوه في كل مكان وبتر يستخبجوا لعبة لكنه بيلاقي كنغي مستنيها وبيحاول يهجم عليها علشان يضربها لكن على مين بطلتنا جامدة زي التنين وهوبا سانتالوبا تتفادى ضرباته بالسرعة وبتكرر تدله اللي فيه النصيب وبتكسر دراعه بتفضل تضرب فيه بكل قوتها تحيس انها مسكت حرامي غسيل لحد لما بتعمل منه شاورمة بيعتزر له هو بيعايته بيعترف بكرمته بيقول لها انا كنت غلطانة بوس ايديك رحميني دخلين السجن احبسيني بتفرح كان انه اعترف لكنها بتقول انت مكانك مش هنا بتستخدم قوتها وبتضربه بالخنجر السحر بتاعها بتخلص عليه وبتحفر على راسه كلمة الجحيم بعدها بتاخده وبتنزل من اللعبة لكنها بتتفاجئ ان يونجي مستنيها وبيصورها بومبايلو بتستعرب انه اعرف مكانها وبتعرف انه حتى جهاز تتبع في يدومها لما حضانة علشان يرقبها بتتعصى وكانت عاوزة تاخده منه لكنه بيرمع لها ملح لانه بيضعف قوتها لمدة ساعتين وبستغيل الفرصة وبينجح نويهزمة بيقبض عليها وبيحط الكلبشات في ايديها لكن فجأة بيقولهم كلمة من الفريق بتاعه بيعرفوا انهم عارفوا مكان المحققة وبيفرحوا بيقرر يسيبها وبيروح لها لكنه لما بيوصل بتفاجئ انها للأسف ماتت بيقرب منها وهو بيعايد بيمسك ايديها ومش مصدق نفسه خلاص مش هيشوفها تاني بيفتكر فلاش باك وهو صغير لليوم اللي قالت ماتت فيه على ايدي المجرم المجنون ساعت المحققة اول واحدة وصلت اعرفت انهم استخب الواحدة في قطه قصاب عليها وحضانته علشان تخفف عنه وعدته انها توبض على المجرم وتنتئم منه لكن بعدها دخل درقاي تام لانه مبقاش لحده والاطفال في المدرسة كنا بيتنمروا عليه بالصدفة المحققة كانت رايحة تزوره وشافته دفعت عنه وكانت جايبانه معها هدايا لكنه رفض يخدها لانه افتقرة بتشفك عليها تعصب عليها لانها ما قبضتش على المجرم وحدفة بالطوبة وقالها تبقى دعنه لكنها رفضت تستسلم وتاني يوم رحت له تاني شاركت معه في اليوم العائلي ولعبت معك انها امه علشان ما تحسسوش انه هو يعتيم وتأثر بحنياتها اتذر لها وحط لها لزقة طبية على الجرح اللي حصل لها بسبب ونبارك ومن ساعتها هو بيعتبرها كل هيلته وبقى ظابط واتفقوا يقبض على المجرمين سوا وبنرجع للحاضر وبنهار ان المجرم خد منه كل الناس اللي بيحبها وبتقرر ينتقم منه بيمشي من المكان هو متعصب والغضب ملياني بيروح للملاهي عند الكنغة وبتبقى فائت وقواتها رجعت لها بتنجح انها تفك نفسها ولما بتشوفه كانت عايزة تضربه لكنها بتتفاجئ انها ريمة الموبايل اللي صورها بيه على الارض وبيفضل يكسر فيه قدامها بيعرب منها وبطلب منها تساعده ويقبض على المجرم علشان يخلص عليه بنفسه كانها بتتفاجئ من كلامه ومش مصددل اسمياته لان كده هيبقى قاتل لكن بالله انه هو مش مهتم وبيعرف ان بعد ما يامل كده يسمح لها تبعثه وكمان للجحيم بتفرح كانه وبتوافق لكنها قبل ما تمشي بتتفاجئ انها بتعيت وبتنزل دموع من عينيها بتتصدم لانها شيطانة ومعنداش اي مشاعر زي البشر ومش فاهمة ايه اللي بيحصل لها تاني يوم بتاخده وبتروح للمشرحة بتبقى عاوزة تخليه شوف لحظة موت المحقاقة علشان يعرف شكل المجرم لكن يونج ما بيقدرش يستحمل بيخرج يستنها بره وبتحط كانه ياتهي على رأس المحقاقة بتشوف المجرم هو بيوقعها على الارض وبضربها لكنه ما بتقدرش تشوف وشه وبتعرف كانه ان المحقاقة عانت قبل ما تموت وما بترداش تقول ليونج حاجة اكتر من كده بعدها بيروحوا يحضروا جنازة المحقاقة وبيحضر كل فريقها الكل زعلان عليها وبيطلع يونج على المسرح علشان يودحها وبيبدأ يحكي ذكرياتها مع بعض هو بيعيط وفجأة الجو بيمطر عليه ولكن قبل ما يمشي بيوعد المجرم انه هيقبض عليه وينتقم منه الكل بتفاجئ من كلامه انه كان دايما بيلتزم بالقانون لكن دلوقتي عاوز يقتل المجرم بينار يونج وبيقض على الارض بيفضل يعيطه بتبقى كان يشايفاه وبيصعب عليها حالته بعد الجنازة بتروح تتكلم معاه بتقوله انت زي هتعمل كده وانت ضعيف بتفضل تستفزه بالكلام علشان تخليه ما عندهش رحمة بتحاول تأس قلبه بيقتنع يونج بكلامه ولما بيرجع للبيت بيتكرر يقطع شهادة الشرطة بتاعته هامل بقى ايه ما قدرتش تحميه في الوقت ده مساعد البطر الكلون بتنكر وبيروح الكنيسة علشان يصلي بيفضل يدعي لانه مش عاوز يدخل للجحيم ولما بيخلص بيخرج جوامة وطر بيحس ان في حد ماشي قراء وفجأة بتظهر الشيطانة اللي بتساعد البطل بيتعرف انها شافت كل حاجة وعرفت مكانك وكنت فين بيخاف وبيطلب منها ما تجيبش سيرة للبطلة بتقوله موافقة بشرط واحد تعرفني البطلة كل حاجة هيبتعملها ايه ولو بقى عندها مشاعر زي البشر ولا لأ بتطر يوافق وبيسأل عن السبب بتعرف انها كمان عندها مهمة في عالم البشر وبتقوله انا مسئولة بلغ عن الشياطين الخينين اللي بتأثروا بمشاعر البشر علشان يتعاقبه وتاني يوم بتروح كان عند دكتورة علشان تفحصها بتعرف ليه كانت بتعايت لما شافت يونج زعلان بتقوله الدكتورة انت كويسة ومعندكش اي امراض ممكن انت يكون بتحب يونج ومتعطفة معاه لكن كانها ما بتقتناش بكلامها لانه شيطانة منفعش يبعندها مشاعر زي البشر وبتمشي بتكرر تهزم يونج على الغد علشان تحسن نفسيته وتتأكد انه ما عندهاش مشاعر من ناحيته بتاخده بيروحه للمطعم بتطلبه الاكل اللي بتحبه وبتقوله انا عايزك تدلع كرشك لكنه بيسمع واحد بتكلم عن المحقكة وعن طريقة متى بتعصبه ما بيقدرش يمسك نفسه بيروح يتخانق معاه كان خلاص يضربه بس الناس بتبدأ تصور اللي بيحصل بمبيلاتهم بتقرر كانها يتدخل وبتل ما تهدي يونج بتعف في صفه بتمسك مبيلات الناس وبتكسر بتقولهم ان يونج يبقى جاري وانا الصراحة بحبه افواسات جاري جدا واللي عنده حاجة عايز يعملها يا جماعة يعملها انا كده كده قضية واللي زعلان من حاجة يروح يشتكيني وبشكرها يونج على اللي عملته وبيبني انه معجب بيها لكنها بتتوتر وبتسيب ايدي بتقوله اوها اعتفامنا غلط احنا لسه على اتفاقنا وان هو مقدرش يعملهم حاجة بتتأثر كانه بكلامه وبتعيط الدموع بتنزل من عينها تاني بيشوفها المساعد بتاعها لكنها بتمثل انها عايزة تنام بتطرد من الشقة وبيخاف منها وبتطر يسيبها وبيمشي بيروح عند الشيطان اللي اتفق معها يشتغل جاسوس وبيحكي لها اللي شافه بتتفاجئ من كلامه وبتشك في البطن وبتعرف ان بقى عندها مشاعر زي البشر وبالليل بتبقى كانها ينايمة وبتسمع حد صوت بتسح ويا خايفة وبتلاس ستة العجوزة جارتها وقفة قدامها وبتطلب منها تيجي معها بسرعة وبتضطر تروح وراها لكنها بتتفاجئ ان الشكلات تغير وبعندها جنحات لونها ابيض وبتعرف انها ملك طيب بتستغرب وبتسألها عاوزة منها ايه بتعرفها العجوزة انها الملك الحارس بتاع يونج وبتحكي لها بتحميه منه هو صغير لان عيلته كلها ماتت وما بقاش لحد في الدنيا لكنه لما قرر يبقى مجرم وانتق من القاتل ما بقتش تقدر تحميه ولا تساعده بطلب منك تبعد عنه لانك لو فضلت معا حد منهم هيموت وبتسيبها وبتمشي كانها بتتفاجئ من كلامها بتفضل تولي الليل تفكر فيه وهي محتارة ومش عارفة تعمل ايه تاني يوم بيروح يونج للإسم لكن واحد من فريقه بيشك فيه انه غير معاملته مع البطلة وانه بقى بيدفع عنها مزه الاول وبيفتكره خد منها رشوة وبيتخانق معه وبيضربه يونج بيزعل من كلامه وبيسيبه بيرجع لي البيت لكنه بيلاقي كان مستنياه قدام شايته بتتفاجئ لما بتشوفه الجرح اللي فواشه بتعرف ان فيه حد تخانق معه وضربه بتتعصب وبتقوله عرفني بس مين وانا هعملك منه بطاطس مهروسة انت شكلك ما تعشتش وانتعش بيه لكنه ما بيرداش يقولها وبيدخل شايته بتروح وراه بتعكمله الجرح وبتحطوله لزقة طبية بتبص في عينيه وبتعجب بوسمته بس بتتوتر وبتحس بالإحراج انها قريبة منه بتبعد عنه بتقوله انا شيطانة ماليش في قلة الأدب بيلاقي إلة أدبية بتقوله يا عم انت تتناقش معي بتسيبه هيا مرتبكة في الوقت ده بنشوف الشيطانة الجاسوسة في السوبر ماركت بنعرف انها شغال فيه وفجأة الكهرباء بتقطع وبيدخل على شخص غريب بتعرف انه هو شيطان زيها لكنه خطير بيعرف انه كمان عاوز يخلص على البطلة وبيتفقوا يتعاونوا مع بعض علشان يعملوا كده بنشوف فلاشباك وبنعرف ان الشخص ده كان محقق شرطة وكان عنده مهمة وبيطارد مجرم وفضل يجرى وراه الحد لما بيوصل لمكان مقطوع بينجحنا ويمسك المجرم وكان عاوز يحط الكلابشات في ايديه لكن المجرم بيغضر بيه بيضربه بالسكينة وللأسف بيقع على الأرض وبيموت بسبب الإصابة وفجأة بيظهر شيطان بيستحوز على جسمه بعد ما مات علشان يقعش في عالم البشر وهو دلوقتي الشخص اللي قدامنا بنرجع للحاضر وبيروح الشيطان ده الاسم الشرطة اللي فيه يونج بينضم للفريق بتاعه وبيفضلي رأبه وبيعرف انه مسح لقطات كاميرا المرأبة من الملاهي لحظة موت راجل الأعمال وبيستنتج انه بيساعد كامر فبيروح يواجهه باللي عرفه وبطلب منه خليق قبلها وإلها يفضحه وبيخاف يونج وبيضطر يعمل كده وبالليل بيروح الشيطان المحقق يقابل كان وبيحول يوقعها في الكلام وبيسألها اذا كانت بتحب يونج أو حس نحيته بمشاعر وبيبقى عمل كده علشان يستغل الفرصة ويخلص عليها لان الشيطان ممنوع يحبه زي البشر لكنها بتشك فيه وما بترداش تجاوبه وبتعرف انها مش خايفة منه وقبل ما تمشي بتحذره لو هدد يونج تاني او حول يقرب منه هتنادمه بتسيبه وبتمشي بترجع للبيت بتحسب عدد المجرمين اللي وعاتتهم للجحيم لان خلاص السنة قربت تنتهي وبتعرف انها لو قبضت على المجرم وخلاصت عليه هتنجح في المهمة لانه للاسف قتل اكتر من شخص لكنها مش عارفة مكانه وبتضطر تروح تقابل العجوز الملاك علشان تسأله عنه لكنها ما بترداش تعرفها وبتقولها على اخر الزمن عايز انا ساعة شيطانة دعيبة في حق يا بنتي ده انا روح اخلع جناحاتي بقى كانها بتتعصب وكانت عاوزة تتغانئ معاها لكن العجوزة بتمثل انها ستة غلبانة ومكسورة بتقول له علشان انا كبيرة في السن يعني وما ليش ظاهر ولا حبيب هتفتري عليها مفتريها بتصعب على شابه وبتعاطف معاها وبياخدها علشان يوصلها وبيزعل البطلة وبيبعد علناها بعدها كانها بترجع للبيت وبتعد مع يونج والمساعد بتاعها وبيبدا يحققه في الجرائم وبتعرف ان المجرم بيعمل تقوص غريب على ضحيات وبتعرف ان المجرم يبقى الشيطان اللي هرب من الجحيم وبنعرف ان اسمه ساتانة بتحكي ليونج انه شيطان خطيره مع اداة سحرية وبواسطة الاداة بتخليه يعيز سنين كتيرة وبتعرفه ان اكيد مستحوذ على جسم المجرم علشان يقدر يعيش في عالم البشر يونج بيتفاجئ من اللسامة وبيفهم ليه المجرم لسه بيرتكب جرايم بعد السنين دي وكلها وبتفقوا يقابلوا اهالي الضحية يمكن يلاقوا دليل يوصلهم لمكان المجرم تاني يوم بيروحوا الشخص قيلت وماتت على ايد المجرم وبتلوبوا يتكلموا عنه لكن بيرفض لان احياته اتضمرت والشرطة ما ابضتش عليه بيترضم على طول من البيت وبيفضلوا يلفوا على باقي اهالي الضحايا لكن كلهم بيرفضوا يتكلموا معاهم بيعود ابطالنا مع بعض وبتبقى كان غمتعصبة لاني مش عارفة تلاقي دليل يوصلها للمجرم في الوقت ده بيضطر المساعد بتاعها يروح مع الشيطان الجاسوسة لمكان مقطوع وهناك بيقابلوا الشيطان اللي في جسم المحقق وبيعرفهم خطته ان هو عاوز يتخلص من يونج لانه السبب اللي خلا كان عندها مشاعر لكن ما يقدرش يعمل كده دلوقتي ولازم يخليه تحول لمجرم الاول علشان يقدر يخلص عليه وبطلب ان هم يساعدوه المساعد بتفاجئ من كلامه وبيبقى رافض يعمل كده لانه خاف من كانه وبيسيبهم وبيمشي لكن الجاسوسة بتروح وراه بتهدده وبتكبره يسمع كلامها وقالها تعرف كانه ان هو خاين وبيروح للكنيسة تاني يوم بيقرر ابطالنا يروحوا البيت يونج القديم اللي كان عايش فيه وده يم زمان مع عائلته قبل ما يموته وبيبقى يونج متردد ومش عاوز يدخل لانه خاف يفتكر الزكريات المؤلمة اللي عاشها لكن كانه بتشجعه بتدخل معاه وبيبدأ يحكي لها اللي حصل وانه رجع للبيت لها المجرم قتى العيلة ولما بيخلص كلامه وبتفاجئ ان كانه هي اللي متأسرة وما بتقدرش تستحمل بتسيب البيت وبتخرق بيروح وراها وبشوف وها بتعيد بيحاول يهديها لكنها بتعرفوا انه قلته في الجنة مش الجحيم بتقوله سيبنا انتقم من المجرم وخلص عليه لاني مش عاوزك تروح للجحيم لخليك مع اهلق ليتر من نفسك بايدة عنهم بالليل بيفضل يونج يفكر في كلامها وبيفتكر ذكرياته معاها بيحس انه معجب بيها ويكرر ياترف لها بمشاعره لكن فجأة بيجينهم كلمة بيبقى المساعد بتاع بطالتنا وبيقلت صوتها بيقوله انها في خطر وبيقفل السكة في وشه يونج بتفاجئ من الاسماء وبيخاف عليها بيركب عربيته وبيروح علشان ينقذها المساعد بيحس بالزنب لان اللي اكبره يعمل كده هو الشيطان المحقق والجسوسة وبيقرر يسلع غلطته وبيروح لبيت كانا علشان يقولها لكنه مش بيلاقيها هناك بيحتار ومش عارف يعمل ايه وفاجأ بتظهر العجوز الملاك قدامه وبتقرر تساعده بتاخده وبتروح للمكان اللي كانغ فيه وبيعرفها اللي حصل وبالان يونجر حياته في خطر بتتفاجئ من كلامه وبتقرر تروح تلحقه وفي الوقت ده بيوصل يونج للمكان مقطوع بيلاقي الشيطان المحقق منستنيه بيفضل يستفزه بالكلام علشان يخليه يفقد عصابه وفعلا بتنجح خطته يونج بيتعصب بيهجم عليه علشان يعرف منه مكان كانغ وبيفضل يدرب فيه وكان عاوز يخلص عليه وبيفرح الشيطان وبيقرر يستخدم قوته بيتخنق معاه وبيبقى عنده قوة مش طبعية بيوقع على الارض وبيقرب منه وهو بيدحك بيستعد علشان يخلص عليه لكن فجأة بتوصل كانغ البنت القوية المفترية اللي وعدت يونج ان ما حدش هيخلص عليه غير هي بالطياره بعيده بتطمن على يونج بتفرح نوع كويس وبتقول استنى انا بقى لحدا ما نخلص اللي في ادينا بتوجم على الشيطان وهي متعصها بيحاول يدربها لكنه ما بيقدرش يلمسها بتفضل تدرب فيه بالطياره في الجو وبتقوله مش كنت عامل فا نينجا من شوية وبتقرر كل واحد يستخدم سلاحه الشيطاني وبيبدأوا يقاتلوا بعض بكل قوتهم وبسبب كده المكان كان هيتضمر لكن بطلتنا كانوا يبتبقى اقوى منه وبتنجح نها تهزامه بتقرب منه علشان تخلص عليه بالخنجر السحري لكنه بيخضر بيها بيرمع لها تعويزة وبيخلات شوفها لاوس بتتخيل نفسها في تيونج القديم وبيظهر قدامها هو بيضحك بيهجم عليها وبيفضل يدرب فيها لكنها مش عاوزة تقاتله علشان خايفها لانها بتحبه بيستغل الفرصة وكان هيخلص عليها لكنها بتسمع سوت يونج بيناد عليها وبتفوق من الهلاوس بتلاقي الشيطان هو اللي قدامها وبتتعصب انه كان بيخداحها بتدربه بالطياره بعيد عنها بتاخد السيف بتاعه بترمع عليها علشان تخلصنا منه وبتفرح بتفتكر ان الموضوع انتهى بتروح عند يونج علشان تطمن عليه لكنه بيبقى مغم عليه ووقع على الارض بسبب الاصابة وبتضطر يتديله جزء من طاقتها علشان تعالجه فعلا بيفوق وبتفرح وبتحضنه وبتعتذرله على اللحصة لكن فجأة الشيطان بيجي من وراها بتده انه لسه عايش بيعجم عليها بالسيف بتاعه لكن يونج بيشوفه بيخاف عليها بيقرر يحميها بجسمه وكان عاوز ياخده الضربة مكانها والحصن الحظ بتوصل الجاسوسة في الوقت المناسب بتنقذه لانه طيب وما يستهلش يروح الجحيم كان غير بتتعصب بتقرب من الشيطان علشان تندمه بتضربه بالخنجر وبتخلص عليه بعدها بيوصل المساعد بتاعها وبيفرح انها كويسة وبيبدأ ينضف المكان بيمسح الدم اللي فيه وبتشكره كانه وبتسيبه وبتمشي بتروح تقاب الرئيس الجحيم اللي بعثها العالم البشر لكن بيواجهها بالليه عملته وانها وقت في حب بشري وكمان قتلت شيطان وهي بتحميه كان غير بتعترف انها فعلا عملت كده ومستعدت تتحمل العقاب لكنه بيقولها انت خليفت القواعد وبتكرر يخلص على يونجل انه السبب بس ها بتتعصب بترفض بتبقى عاوزة تقتله علشان تمنعه بس طبعا بيبقى اقوى منها بكتير بيهزمها بالسولة وبيخنقها وبيرفعها في الجو وكان عايز يموتها لكنه بيرجع في كلامه وبيكرر يعقوبها بترعة تانية بياخد منها قوتها ويزلها ويخلىها ضعيفة شبه البشر بيعرف انها تفضل في عالم البشر كانك انسان عادية وريب هتحصل لك مصيبة كبيرة بعدها الشرطة بتحقق مع يونجل انه كان اخر واحد مع المحقق الشيطان قبل ما يموت لكنه بينكر وبيقولهم انهم ما يعرفش عنه حاجة وباضطر انهم ما يفرجوا عنه لان ما فيش اي دليل ضده بيسيبهم وبيروح عن ديكانغ علشين يكملوا بحث عن المجرم لكنه بتقوله انا شكة في حد معين وبتعرفه انها كانت مخطوبة قبل كده وخطيبي ده كان عنده اخ شبه مجنون ممكن يبقى هو المجرم وبتقرر انها تتأكد بنفسها بتفاجئ يونجو بيبقى قلان عليها ومش عاوز اتعرض نفسها للخطر مرة تانية لكنه بتطمنه انها تبقى كويسة وتاني يوم بتاخد معها داي بتروح لبيت خطيبة بيستغرب القب لما بيشوفها بنت لابسها فستان غريب وجاية في وقت غير مناسب بيسألها ايه السبب اللي جابها بتحييل اول وبتقولها عاوزة تجاوز ابنك بتقعد معاهم وبتعرفوا انها يبقى جواز مصلحة لانها تساعدوا في القضايا اللي مرفعوا ضده مقابل انها تاخد جزء من ممتلكاته بكتنوا بكلامها وبيوفقوا لكنها بتستأذن علشان تروح لحمام بتدخل قد تاخو خطيبة بقى بتستغل الفرصة وقتها بتشوف اوضة سرية ورا المكتب بتشوك انهم خبفها حاجة وبتكرر تدخلها ولما بترجع عندي يونج بتحكيلوا اللي حصل لكنه بيبقى غيران عليها من خطيبة القديم بتتحكيانا وبتطمنوا انها مش هتتجوزوا بتعرفوا ان كل ده جزء من خطتها بتطلب منه يخرجوا مع بعض في موعد غرامي طبعا ما بتستناش رأيه وبتاخدوا المحل ازياء تنكرية بيختاروا هدوم بتاعت زمان قديمة وبيلبسوها وبيروحوا يتصوروا علشان يحتفظوا بيها عايزين يبنوا ذكرات جميلة مع بعض بعدها بيتمشوا وبيأكلوا ايس كريم وبيقضوا قطة لطيفة هم مبسوطين الاتنين العصافير وفي اخر اليوم بتعرفوا كان انها سعيدة لانها اول مرة تخرج في موعد غرامي زي البشر يونج بيفرح بكلامها كان عاوز يحترف لها بمشاعره لكنها بتحس بالاحراج وبتمشي لكن وهي راجع البيت بتشوف جريتها بتلاحظ انها تعبانة وبيغم عليها بتروح تسعيدها بتهودها معاها البيت وبتفضل جنبها تعمل لها كمادات لحد لما بتفوق وبتسأل عن اللي حصل جريتها بتحكي لها انها شافت المجرم تاني المجرم اللي قتالي ابني في نفس المكان وحاول تمسكه لكن هرب مني وبتعيط وبتطلب منها تقبض عليها علشان يتعاقب ويدفع تمن جريمه كانها بتتأثر بكلامها بتعيدها انها تعمل كده وبتقرر تروح لبيت خطيبة علشان تتأكد ازا كان اخو المساعد بتاعها بيعرف باللي ناوية تعمله بيرفض لانه خايف عليها بيحول يكنحها ما تعملش كده وبيعرف انها لو طلع الشيطان ستنا مسيطر عليه هيقتلك لانك فقدت قوتك ومش هتقدر يتواجهيه بس هي بتبقى مصممة على قرارها وبالليل بتروح لبيت خطيبة علشان تنفس خطتها بتدي للخدمة فلوس علشان تشتري حاجات من السوبر ماركت هنا تستغل الفرصة تدخل قوضة اخوه وبتنجح نتوصل لمكتبه بتدخل بها للقوضة السرية اللي وراها وبتلاقي نفسها في سردها بتحت الارض بتستغرب وبتفضل ماشي لحد لما بتلاقي لوحة سحرية مرسومة عليها بابه وبتعرف ان هو مخبأ سري بتكرر تدخله وهناك بتلاقي السلاح اللي بيستخدمه في جرائمه وكمان بتشوف اجزاء الضحايا بتوعه بتتفاجئ وبتتأكد ان هو الشيطان ستانى بتخرج بسرعة قبل محد يشوفها لكن فجأ اخو خطيبة بيجي من وراها بيقاحة للارض وبيسألها بتعمل ايه بتبدأ تتخنق معه وبتضربه بعصايا بتقوله ان عرفت حقيقتك يا مجرم بيتفاجئ من كلامها وبيحاول ياخد منها العصايا بيقاحة على رأسها وبيغم عليها ولما بتشفوه بتلاقي نفسها محبوسة في القوضة اخو خطيبة قدامها وبيلومها علشان حاولت تدور وراها لكنها بتمثل انها فقدة الزكرة بتقوله ان عرفه انك حاولت تقتني بتطلب مني يقولها الحقيقة بيبدأ يحكي لها بيعرفها ان اخوه هو ورا كل اللي بيحصل وان القوضة دي بتاعته يعني خطيبك هو اللي المجرم ولو عايزة تعرف اللي حصل لك اقول لك انت كنت معزومة عندنا بس كنت بنتي فضولية دخلت القوضة السريعة بتاعته وشفت فيديو لاخويا وهو خطف واحدة عرفت ان هو مجنون وهربت من البيت لكن اخويا عرف وخافت بلغة عنه اكبرنا روح وراكي وخلص عليكي اضطريت اسمع كلامه لان كنت بخاف منه وفضلت اجري وراكي لحد لما حصرتك حجمت عليكي وديتك واحدة ببطنك سبتك وهربت وبيخلص كلامه وبيقول لانا ما عرفش ازاي فضلت عايشة لكن لازم اصلع غلطتي لانك ارفت سري هتبلغ عني بيهجم عليها وبيفضل يخنق فيها في الوقت ده بيعرف يونج ان كانها راحت لبيت خطبها وبتفاجأ اكتر لما بيعرف ان معتش عندها قوتها بيخاف عليها وبيعرف انها في خطر بيكرر يروح علشان يلحقها بينجي احنا ويدخل السردابل تحت الارض وبيفضل يجري لحد لما بيوصل للقوذة السرية بيوصل في الوقت المناسب بيشوف هيا وقع على الارض وبينكز منه قبل ما يموتها بيهجم عليه بيفضل يدرفيه لكنها بتوقفه بتعرفه انه مش هو المجرم اللي بيدوره عليه وبتقول لانا عنده خطة علشان يقبضه عليه وبتاخده وبيهربه من المكان قبل ما يوصل وبتروح لمكان مقطوع وبتعمل توكوس سحرية في وسطة التوكوس رئيس الجحيم هيقدر ييجي ولما بيظهر بتقول لانا عرفت مكان ستانا كل اللي عليك ترجع لقويته علشان يقبض عليه بتفاجئ من كلامه وبيوفق طبعا وفعلا بعمل كده وبيعرف انها لو نجحت هيخلها ورسته كمان كان غير تفرح وبتبدأ تنفس خطتها في الانتقام اول حاجة بتعملها بتروح تخطف اخو خطبها بتاخده المكان مقطوع وبتحبسه جوه عربية بترمع لي بنزين وهوبا سنتلوبا زي ما انتو شايفين بتسيب وراء على الارض بخط ايده مكتوب فيها ان اللي عمل كده فيها هو ابويا وخويا بعدها الشرطة وفريق يونج بيوصلوا للمكان الحادسة وبيلقوا الورق اللي كان يسابتها بيقرروا يقبضوا عليهم وبياخدوهم للاسم علشان يحقاوا معاهم لكنهم بينكروا انهم عملوا حاجة في الوقت ده بتبقى كان يا فرحان ان خطتها مشى تمام بتروح تعمل شوبينج زي عادتها ولما بتخلص بتروح تحضر الجنازة بتمثل الناس علانة عليها على رأي المثل بتقتل القتيل وتمشي في جنازته لكن بعدها نتيجة التحليل دي انه بتطلع بتكتشف الشرطة ان الجثة تبقى بتاعت مجرم تاني وفجأة بيدخل عليهم اخو خطبها كلهم فاكرونه ميت وبتضح ان هو لسعايش بنشوف فلاش باك نفهم من اللي حصل بنعرف ان كل دي خطتك كان يعملها وانها اتفقت مع اخوها طبع علشان يستدرجوا ستانة وساعتها تقدر توبض عليه وقالت له ان اخوك وابوك هم اللي قاتلوا والدتك وعاوزين يخلصوا منك علشان ما تعترفش عليهم لكنه ما كانش مصدقها قررت تثبت له وطلبت منه ويكلمهم ويعرفهم مكانه ويشوف ردفها ليهم وخالته يتسئل باخوه وقال له ان كانها قارفت كل حاجة وان انا اللي حاولت اخلص عليها اعمل ايدي الوقتي خطبها بيطمنه وبيقول له ما تخافشي انا ساعدك واقول لي بس انت مكانك فين وفعلا بعت له رجالة علشان ياخدوه لكنهم حاولوا يخلصوا عليه في الطريق والحسن الحز كانت عامل حسابها قالت المساعد بتاعها وفريقه ينقذوا منهم بعدها اتفقت معي زيف موتو علشان ينتهي من ابوه واخوه لان حد منهم يبقى ستانة بنا يرجع للحاضر وبيكرر يسلم نفسه للشرطة وبيقول لهم ان اخو ابوه هما للأسف كانوا سبب متوالديتي بيطلب منهم يقبضوا عليهم وبيوصل الخبر لاخوه سايكو وبيتعصب بيروح يتكلم مع ابوه وبيقول له ان حياتهم في خطر بياخدوا وينزولوا للسرداب اللي تحت الارض وهناك بيدخل ابوه للقوضة السرية وبتضح ان هو أستان بيكتشف ان سلاح الجريمة اختفى وبيعرف ان كان هي اللي خدته بيستنتج الناها شيطانة بيتعصب وبيتفق مع ابنه ان هما لازم يتعاونوا مع بعض علشان يخلصوا منها لكنه بيخضر به وبياخدوا منه الاداة السحرية اللي معاه بعدها بيهجم عليه وبتعانف رجلية وبيبقى أمل كده علشان الشرطة تفكره ان هو المجرم اللي بيدوره عليه وبيسيبه وبيمشي وهو بهتحك بيدخلوا للقوضة السرية وبيجمع أجزاء الضحايا وبيقرر يستخدم الاداة السحرية علشان يزود قوته ويعيش للأبد لكن كان غي بتوصل في الوقت المناسب بتدخل عليه وبتمنعه قبل ما يعمل كده وبتضربه وبالطياره بعيد بتقرب منه وبتكرر تستخدم الخنجر بتاعها علشان تخلص عليه وتبعى تروحه للجحيم لكن بيوقفها بيقرر يعترف بكل جرايمه بل أنا من 20 سنة هربت من الجحيم وانتقلت العالم البشر وساعتها خطيبك أتى لابو لأنه كان بيعمله وحش ومش عاوز يعترف به ولما استوعب اللي عمل وفض لعاية وخفيت سجن وقررت أن أستغل الفرصة علشان هنفذ خطتي اتفقتي مع استحوذ على جسم أبو وهخليه معاه فلوس كتيرة مقابل أن هو ينفذ أوامري وفعلا عملنا كده ومن ساعتها وانعيش في جسم أبو وهو اللي بيتخلص من الناس مش أنا ولما بيخلص كلامه بتبقى كان غير مش مستوعبه بتوجه مع ليه علشان تموته ولكن بيعرض عليها يديه لأداة السحرية وقتها تعيش للأبد في جسم بشرية هتحقق أحلامك وبستخدم قوته بيخلات هالويس بتدخيل أنها بتتجوز يونج وعيشها مقاف سعادة وبستغل هنا الفرصة بيرم تعويزة على أجزاء الضحية وبتقعوا بيجمعهم في جسم الزومبي بتفق كان غير في الوقت المناسب قبل الزومبي ما يهجم عليها بتبدأ تتخاني معي بتستخدم الخنجر بتاعها وبتنجح نهاية تهزمه لكن ستانا بيخرج من جسم العجوز وبتقرر يقتلها كانها بتحاول تضربه لكنه مش بيتأثر بهجماتها وبيفضل يضحك بيعرف أنها أقوى منها بيهجم عليها وبيفضل يضرب فيها لحد لما بيكسر عضمه شاء بيقولها أنها بعد ما يهزمها هخلي حبيبك يونج يحصلك بتتعصى من كلامه بترفض أنها تستسلم وبتجمع قوتها بتهجم عليه هجم خزعبلية بتقوله كل اللي يونج انت مش عارف أنه نورانية ولا إيه وبتفضل تضرب فيه بعدها بتستخدم الخنجر بتاعها وبتفتح بوابة الجحيم بتنجح ناترمي فيها وبتحبس في الوقت ده بيبقى خطبة السايكو في الميناء بيحاول يهرب براء البلد لكن يونج بيعرف مكانه وبيركب مع السفينة بيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه وبيقوله أنه قالته كانت واحدة من ضحياء وجاء علشان يقبض عليه لازم تدفع ثمن جرائمك لكن السايكو بيفضل يضحك ويستفزه بالكلام بيعرفه أنه هو تخلص من المحققة بدون رحمة وبتعصب يونج من كلامه وما بيقدرش يمسك نفسه بياخده الطفاية وبتكرر يخلص عليه لكنه بيفتكر كلام كانغة وأنه لو عمل كده يتحول لمجرم وهيدخل الجحيم وقتها مش هيشوف عيلته تاني وكمان بيفتكر وعده للمحققة أنه هيلتزم بالقانون بيهدأ وبيرجع في كلامه وبيعبض عليه وبيحط الكلبشات في ايديه علشان يخليه يسفع ثمان جرائمه بالقانون بعدها بيروح عن دكانه وأول لما بيشوفها بيجري عليها وبيحطانه وهو بيعيق بتفضل كانغ يتخفف عنه وبتوعده أنه هتعاقب المجرم وتندمه على العمله تاني يوم بيجي معادل المحكمة وبيحضر كل أهل الضحايا اللي ماتوا للمحكمة وبتستأدى كانغة علشان تخرج وتقول الحكم لكن فجأة بيظهر رئيس الجحيم قدامها وبيقول أنه قرر يسامحها لأنها رجعت ستانة للجحيم لكن لازم تكمل المهمة بتاعتها بيطلب منها تحكم على المجرم بالبراءة وبعدها تخلص عليه وتبعث روحه للجحيم وبيعرف أن دي آخر فرصة لها و لو ما عملتش كده هيخلص عليه يوم طبعا كانغة بتتفاجئ من كلامه بتحتار ومش عارفة تعمل إيه دلوقتي وبتخرج علشان تقول الحكم لكنها بتكرر تأجر القضية الكل بيستغرب من تصرفها لأن كل الأدلة ضد المجرم بعدها بتسيب المحكمة وبتروح تتكلم مع المجرم لوحدها بتقول أن المستعدة خرجك براءة لكن لازم تسمع كلامي بتطلب منه يعمل زي ما كان بيعمل بالضبط مع ستانة علشان هي كمان عوزة تعيش للأبد هتقول يعمل إيه عزيز المشاهد أقول لك هبا سانتالوبة ناس كتيرة ويجمع أجزاء وهبا سانتالوبة بقى تعيشها كمان بتفاجئ المجرم من كلامها وبيبقى رافض في الأول لأنه مش واصق فيها لكنه بيضطر يوافق لأنه ما عندهوش حل تاني تاني يوم بيجي مع عادة المحكمة بتبدأ كانوا يتسألوا عن الجرائم اللي عملها بينكر وبيقولوا أنه ما عملش أي حاجة بتهم أخوه أنه هو اللي ارتكب كل حاجة وفجأة بيدخل أخوه المحكمة وبيقرر يشد ضده وبيبدأ يعترف بكل حاجة عملها بيعرفوا من أخوه المجنون هو الأكبر ويعمل كده واضطر يسمع كلامه لأنه خايف منه وبيتزر لأهالي الضحايا وهو بيعيق بيقول لهم أنا ندمانه وبيطلب منهم يسمحوه بيفضل المجرم يدحك على كلامه وبيتكرر يعترف بكرايمه وبيعرفوا منه فعلا عمل كده بتكلم مع الأهالي بيقول لهم المفروض تشكروني حررتهم من الفقر اللي كانوا عايشين فيه بيعرفوا منه مش ندمان الكل بيتعصب من كلامه واحد منهم كان عاوز يضرابه لكن الأمن بيمنعه بيخرجه برة بيطلب يونج انه يشهد في القضية علشان يحكي اللي حصل ليلته بما انه واحد منهم وبيقول لهم أنا شفت قدام عناية ما قدرتش يعمل لهم اي حاجة لانه كنت صغير بيعيط وبيطلب من كان غير تحكم على المجرم بالإعدام علشان ترجع حق كل الضحايا كان غير بتتأثر بالكلام وهتعيط هي كمان لكنها بتمسك نفسها بتكرر تأجل القضية مرة تانية وبترجع للبيت وقامح طارع ومش عارفة تاخد قرار بيروح المساعد بتاعها يتكلم معاها وبيفكرها انها شيطانة مش قضية بيطلب منها تطلع المجرم براءة علشان تبعته للجحيم لانها لو ما عملتش كده هتموت لكن بتبقى رفضة بتحب يونج ومش عاوزة يكرهها وبتسيبهم وبتروح تقابله ما بترضاش تعرفوا ان حياتها في خطر بتسأله انت ممكن تزعل مني لو طلعته براءة بيقول لانا واثق فيك وما كان الحكم بتاعك مش هزعل منك ولا اكرهك كانغة بتعجب بكلامه وبتشكره وتاني يوم بيجي معدل محاكمة النهائية بيحضر كل اهل الضحايا وبيبقوا شاكين في كانغة لانها دايما احكامة مش عادلة وبيبقى المجرم متطمن علشان واثق ان كانغة هتنقذه وهتنفذ اتفاقه وتخرجه براءة لانها شيطانة لكن كانغة بتزدم الكله بتقرر تضحيا بحياتها بتحكم على المجرم بالموت وبتفاجئ اهل الضحايا وبيفضلوا يعياته من الفرحة اخيرا هنتقموا من المجرم وبيشكره كانغة بيتفوا باسمها علشان حقات العدالة بتتأثر بكلامهم بتفضل طعاية لاني بقى عندها مشاعر زي البشر بتخرج من المحكمة وبتروح تقابل يونج لكنه اول لما بيشوفها بيحضنها بيشكرها على اللي عملته بياخدها وبيروح يزور ابريالته بيفضل يعيط بيعرفوا منه اخيرا حقهم رجع دلوقتي تقدروا ترتاحوا بعدها كانغة بتروح مكتابها وفجأة بيظهر ملك الموت قدامها بيقرر يخلص عليها لانها خلفة القواعد لكنها بتطلب منه يدي لها مهلة تعمل حاجة اخيرة وبعدها يقدر يعمل اللي هو عاوزه وبيوافق وبيسبق وبتستغل الفرصة وبتروح تقابل يونج بتعتذر له لانها مضطرة تسيبه وتروح لمكان بعيد وبتعترف له بمشاعرها بتقوله انت اول شخص احبه في حياتي بتقرب منه وبتدواء الزبيب يونجا بيستغرب مش فاهم اصدال لكنه بيفرح ان بقى عنده مشاعر زي البشر كانغة بتوده وبتشكره انه هو في حياتها لانها مبسوطة معي بتسيبه وبتمشي وهي بتعيد بالليل بتروح لمكان مقطوع وبيبقى رئيس الجحيم مستنيها وبتقول انها مستعدة خلاص بيخرج الخنجر بتاعه بيستعدة علشان يخلص عليها في الوقت ده بيروح مساعد كانغة عندي يونج بيعرفه اللي بيحصل وبيقوله ان حياتها في خطر بتفاجئ من كلامه وبيجل علشان يلحقها لكن للأسف بيوصل متأخر بيلاقيها وعى على الارض وغرقانة بيقرب منها وهو بيعيق بيفضل ينادى عليها بيطلب منها تفضل معها لكنها ما بتردش عليه وبالطلع ياخدها للمستشفى وهناك بيحول الدكاترين كزوه لكن حاليتها بتبقى خطيرة بيفقد الأمل وللأسف بتموت قداماني بيقرب منها علشان يودحق بيبص عليها مرة أخيرة لكنه بيشوفها وهي بتعيق وفاجأة بيشتغل الجهاز القلب الكل بتفاجئ انها عايشة وبيعرف انها لسه فيه أمل بيجرى علشان ينادي للدكتور في الوقت ده بتبقى كانغ في الجحيم وبيظهر الرئيس قدامه علشان ينفذ الحكم عليها بيعرف انها خلفة القواعد ولازم تتعاقب وبيخدها علشان تدخل بوابة الجحيم لكن فاجأة بتوصل إلى عجوز الملاك في الوقت المناسب بتوقفها في آخر لحظة وبتكرر تضحي بروحها علشان تنقذها لانها قبضت على المجرم ورجعت حق الضحايا رئيس الجحيم بيتفاجئ من قرارها بيضطر يسمع كلامها لانها عندها طاقة روحية كبيرة بتطلب العجوز من كانغ انها ترجع عند يونغ وتستخدم قوتها وتعالج الجرح اللي في بطناها كانغ بتفرح وبتشكرها وفاجأة بتفوق وبتلاقي نفسها في المستشفى ويونغ قدامها بيتفاجئ لما بتفتح عينيها بيفرح انها كويسها وبالله انها معجزة لكن الحلو ما بيكمالش فاجأة بيجي لهم كلمة بيعرف ان المجرم المجنون هرب من السجن في الوقت ده بيروح الساق كل مكان مقطوع بيقابل واحد وبيخد منه جواز سفر وهوية مزيفة بشكره ان هو ساعده لكنه بيهجم عليه وبيكرر يخلص منه علشان يضمن ان محدش يبلغ عنه بيروح للمخبأ بتاعه بيفتكر ان محدش يعرف مكانه لكن على مين كان مستنياج بقى لها ساعتين بتقرب منه وهي بتضحك بيخاف المجرم منها وبيهجم عليها بيحاول يضربها لكنها بتصد ضرباته وبتوقع على الارض وبتقوله ان محكمتك الحقيقة هتبدأ دلوقتي بتبص في عينيه وبتستخدم قوتها بتكرر تخليه جرب احساس كل الضحايا بتوع بتنقله المكان في الغابة بتدي له موه لا يجري وبتقوله انها هتطرده ولو مسكته هتصطاده بيخاف من كلامها وبطلع يجري لكنها بتفضل تضرب عليه بالأسهم وبتسيبه في كل جسم نفس اللي عملته فعلة يونج بتهجم عليه بتفضل تضرب فيه لحد لما بيموت وبعدها بيفوق تاني وهو بيصرخ من الألم بيلاء نفسه لسه عايش بترجعها توقف اللي بتعمله بيتزر له وبطلع منها تسامحه بتقوله انت لسه هترغي بتهجم عليه بتفضل تضرب فيه لحد لما بتكسر عدم وشه بتمسح بالبلاط وبتمسكه من رقابته بترفعه في الجو بتستخدم قوتها بتقرر تخلص عليه بالخنجر وبطربة واحدة بتبع تروح للجحيم تاني يوم بتوصل الشرطة للمخبأ بتاعه وبيلقوا المجرم متعلق في شجرة قدامه توابيت فيها كل الناس اللي ماتت وبالليل بيروح يونج يقابل كانة بعد ما يارف انها خلاص خلاصت المهمة بلانا مستعدة دلوقتي يقاجي معاك للجحيم لكنها بتعرف انها تفضل مع المدة 3 سنين وبتطلب منه يستمتع بكل لحزة فيها وهم مع بعض مستغرب ليه 3 سنين ومش فيهم حاجة بيحدونه هو فرحان وبيعد ان هو يخليها سعيدة وهي معاك تاني يوم بتروح كانة تلم حاجتها بتقرر تقدم استقالتها من وظيفة القضية بعدها بتسافر مع يونج المكان بعيد علشان يتفسحه ويعد وقت حلو ويعملوا ذكريات جميلة وبعد سنتين برجو تاني الليل الشارع بتاحهم وبعملوا الجيران حفلة علشان يرحبوا بيهم وبالليل بيفضل أبطلنا صهرانين على الصاطق بيفتكروا كل اللحظات الحلوة اللي عشوها مع بعض بعدها كانة بتكرر ترجع تاني لشغلها كقضية وبتتفاجئ ان الكل لسه فكرها ويرحب بيها وبتبدأ تشتغل تاني في القضايا وبتكرر تحكم بالعد لكن فجأة بهذه الرئيس الجحيم قدامها بتتفاجئ لما بتشوفها وبتعرفون لسه فاضل سنة قبل ما ترجع تاني بتطلب منها مهمة جديدة وانها تقتل عشر مجرمين وتبعت روحهم للجحيم ولو نجحت فيها اسمحلك تعيشي في عالم البشر للأبد في جسم إنسان كانوا بتتفاجئ من كلامه ومش عارفة تعمل ايه وبتقولوا انها تفكر بالليل بتقابل يونج بتحكيله اللي حصل وبتقولوا انها محتارة عايز افضل معاك لكن في نفس الوقت لو وفقتها تطرحكم ظلم وخرج المجرمين براعة لشان ابقى تروحهم للجحيم يونج بيعجب بكلامها بيعرف انها تغيرت بيقول انا واثق في قرارك وافضل حبك مما حصل الثاني يوم بيبقى عندها قضية جديدة بتلاحز ان المجرم متطمن لانه فاكر انها تطلعوا براءة لكنها بتشوفوا ما الضحية وهي بتعيت وبتسعب عليها والمراض بتكرر تقوحكم بالعدل بتكرر تعاقب المجرم وتدخلوا السجن ولما بتخرج من قعة المحكمة بتقابلوا الاطفال اللي شفيتهم قبل كده بس المراض بتطمنهم وبتقولهم العدل فوق الجميع وبيعشاؤوا الانسان وبتعرفهم انها هتعاقب المجرمين وتخليهم يدفعوا 8 جرائمهم وتوقف مع الطيبين وتخليهم ياخدوا حقهم مالصح الكلام ده يا مشاهدين ولا انتوا ايه رأيكم ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك وتفعلوا جرس التنبهات انا حسنا بقوله الجملة ديت وانت بتطلع تجري لا يا عم ما تعملوا اللايك الجميل وفعل جرس الاشارات لو انت جديد اشترك لو انت جديد برضو وبعدها نشوفك في فيديو تاني بإذن الله وتبقى واحد من الليلة احلى مسع عليك سلا 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 سلا